موسيقى سهلا وسهلا بكم بأول جلسة من مسار UIUX مثل ما تعرفنا صادقا عن مجال UIUX حكينا فيه الجلسة التعريفية هو من المجالات الحديثة واللي دائما بدأ تعلم بدأ تعلم مستمر حتى نحن نبقى نواكب الواجهات الحديثة اللي عم تم العمل عليها بطرق تفاعلية وبطرق متجاوبة مع جميع الشاشات فإن شاء الله يكون هذا التدريب محط اهتمامكم جميعا رح عرفكم بشكل عام عن التدريب عن المسارات اللي رح نمشي فيها إن شاء الله حتى نستكمل تدريبنا إن شاء الله بنتائج جيدة بداية مسار UIUX هو اختصار لـ User Experience ولي بيعني تجربة المستخدم وواجهة المستخدم تصميم تجربة المستخدم وتصميم واجهة المستخدم تدريبنا إن شاء الله تعالى رح يكون عبارة عن 50 ساعة متكاملة خلال مدة التدريب خلال مدة 3 شهور إن شاء الله بمعدل جلسة واحدة أسبوعية واللي حيكون موعدة إن شاء الله يوم الأحد بشكل دائم إن شاء الله تعالى لمدة 3 ساعات صراحة موضوع 3 ساعات ممكن شوي يكون تحدي بسيط بالنسبة لنا لكن من خلال التجارب صراحة لحتى نحقق أهداف أي جلسة خاصة بمجال UIUX يعني على الأقل بدنا 3 ساعات حتى إن شاء الله نحقق أهداف كل جلسة نحن شغالين عليها فإن شاء الله تدريبنا حيكون عبارة عن 50 ساعة كاملة بمعدل جلسة أسبوعية لمدة 3 ساعات إن شاء الله تعالى طبعاً 3 ساعات مثل ما بتعرفوا هي مدة ما نعليلة فبدنا منكم شوي التفاعل حتى ما نحس بملل حتى توصل المعلومات إن شاء الله بشكل جيد الملفات أو المعلومات اللي نحن رح نشتغل عليها خلال تدريبنا رح تكون عبارة عن 3 أقسم القسم النظري واللي رح يكون عبارة عن مفاهيم عن نظريات عن منهجيات كليات هاي منهجيات معتمدة بتشتغل عليها صراحة شركات كتير كبيرة لحتى تأدي الغرض من تصميم تجربة المستخدم الواجهة المستخدم إن شاء الله رح نحكي عليها بتفصيل جيد القسم الثاني رح يكون هو القسم العملي واللي بيعني إنه كيف نحن نستلم المشروع من الكلايات أو من النسبون وكيف نسلمه إياه بطريقة جيدة رح يكون في عدة مراحل رئيسية خلال مراحل العملية منها دراسة المشروع منها رسم الوير فريم وهي كليات المعلومات وتصميم الواجهات وكتير أمور تانية إن شاء الله رح تنتهي باختبار قابلية المستخدم كلها حتكون ضمن المحور العملي إن شاء الله الجانب الثالث أو الجانب الأخير من تدريبنا إن شاء الله رح يكون تيكنيكل عبارة عن أدوات تقنية رح نتعرف عليها عفوا بشكل مفصل إن شاء الله مثل أهم البرامج اللي رح تكون هي عبارة عن برنامج فكما بالإضافة لأميرو أو برامج أدوة اللي رح تساعدنا بإنشاء تصاميم جزابة وجيدة إن شاء الله تعالى فهي المحاور الثلاثة اللي رح نشتغل عليها خلال تدريبنا إن شاء الله بعيد هي المحور الأول هو المحور النظري والمحور العملي والمحور التكنيكل المساعد لهدون المحاور إن شاء الله فهذا بشكل عام التفاصيل العامة للتدريب وخلينا نبدأ إن شاء الله تعالى بالقسم الأول واللي حيكون عن المفاهيم والأمور النظرية اللي رح نتعرف فيها على مجال UI UX بشكل داعم وبشكل مفصل إن شاء الله فبداية أول سلايد رح نحكي فيه مين هو مصمم UI UX فإذا حدا عنده فكرة بيحب يشاركنا بداية اللي عنده فكرة مين هو مصمم UI UX شو دوره بتصميم المنتجات الرقمية يتفضل يفتح الماك على المقصد أستاذ إنه هو مين اللي بيشغل UI UX ما هيك؟ خلينا نقول شو دوره شو دور مصمم UI UX بتصميم المنتجات سواء كانت تطبيقات أو محصات أو مواقع تماما هلأ بعد تحليل النظام دائما بيكون في عنا مرحلة التصميم وهما تجي لوري UI UX بصميم الواجهات مشان نعرضها مثلا على العميد إنه هاي هي الواجهات اللي أنت مثلا في الطلبة بكون يعني تعديل أسهل من التعديل البرمجي لحتى نوصل مثلا للنموذج النهائي من التصميم من باشا بالبرمجي حلو كثير ذكر مصطفى عدة نقاط مهمة اللي هي بداية ذكر تحليل النظام بعد تحليل النظام مصمم UI UX بدوره بصميم الواجهات وتم عرض هاي الواجهات على العميد حتى يوافق عليها قبل ما يتم بناءه عن طريق الأكواد أو عن طريق البرمجيات فهذا صراحة هو ملخص بسيط لعمل مصمم UI UX في مراحل بتكون بالبداية وفي مراحل بتكون كمان بنهاية هاي المنهجي اللي حكي عنه مصطفى إن شاء الله راح نتعرف عليها طيد حتى نتعرف على دور مصمم UI UX بشكل مفصل أكتر في تطوير المنتجات الرقمية بيعرف مصمم UI UX إنه هو للمصمم اللي بيلعب دور حاسم في تطوير المنتجات والخدمات الرقمية شو نوع هاي المنتجات أو الخدمات الرقمية ممكن تكون تطبيقات ممكن تكون منصات ممكن تكون مواقع ويب أو لاندينج بيج أو أي منتج رقمي حيث يضمن مصمم UI UX أن تكون هذه المنتجات سهلة لاستخدام وجزابة بصريا في عندي جانبين كتير مهمين اللي هنه بيعرفوا صراحة مصمم UI ومصمم UI إنه دوره الرئيسي يصمم هاي المنتجات تكون سهلة الاستخدام فهو عن طريق user experience عن طريق تجربة المستخدم بيقدر يصمم لنا منتجات رقمية سهلة الاستخدام بنفس الوقت هاي المنتجات لازم تكون جزابة بصريا وليهو بيكون بدور UI بالتصميم الواجهة من خلال الجمع بين مهارات البحث والتحليل والتصميم البصري يمكن المصمم UI UX تحزين تجربة المستخدم بشكل كبير وضمان نجاح المنتج في السوق فبالملخص دوره مصمم UI UX هو تطوير المنتجات والخدمات الرقمية لحتى تكون سهلة الاستخدام وتكون بمنظر جزاب بصريا وتخدم تجربة المستخدم طيب لحتى نتعرف نحن أكتر شو هو دور مصمم UI UX أو كيف المصمم بيكون فعلا شخص مختص بتصميم UI UX لازم يمتلك عدة مهارات فلو سألنا حالنا شو هي المهارات أو السكيلز اللي لازم تكون موجودة عند مصمم UI UX كمان إذا حدا بيحب يشارك بأي فكرة شو هي المهارات المطلوبة أو المهارات اللي ممكن تكون موجودة عند مصمم UI UX حتى يكون مؤهل لتصميم وتطوير المنتجات الرقمية فراح عيد السؤال بصيغة إن شاء الله تكون مبسطة أكتر متل ما بتعرفوا أي مجال في شي اسمه سكيلز في شي اسمه مهارات لهذا المجال مثل أداب مثل برنامج معين برنامج تقني أو أي شي أو مهارة معينة ممكن يتمتع فيها صاحب هذا المجال فإذا نحكي عن مصمم UI UX شو هي المهارات اللي ممكن تكون مطلوبة لحتى الشخص يكون مصمم UI UX يعني هو إذا بدي يصمم واجهات شو البرنامج اللي ممكن يشتغل عليه إذا بدي يعمل تحليل شو هي الأدوات أو المهارات اللي لازم يتمتع فيها لليعمل تحليل الله أعطيك العافية أستاذ هلأ ممكن المهارات هي هي الإبداع أنه يقدر والابتكار يعني ومن المهارات لازم يكون يعرف يبحث حلو كتير حتى يكون في عنده مهارات أنه يفهم عن ناس المقابل يعني الجوز الشخص أو العميل يختلح على هيا فكرة مباشرة هو لازم يحولها لصورة أو لشكل يفهم فيه العميل مباشرة اللي فكرته ومن مهاراته كمان مهارات التعاون مع برامج التصميم اللي هي مثلا الفوتوشوب ما الفوتوشوب يعني أو مهارات يعني فيه كتير برامج هاي مهارات لازم يكتسبة أو المصمم يعني ممتاز جدا الله أعطيك لعفيا بشار صراحة زكر أهم المهارات اللي لازم يكون موجودة عند مصمم UiUX واللي أول عن مهارة البحث عفوا مهارة الإبداع أنه لازم مصمم UiUX يتمتع بمهارة الإبتكار والإبداع لحتى يطلع بمنتجات تكون إبداعية المهارة التانية زكر أبشار هي مهارة البحث لازم يكون مصمم UiUX باحث يقدر يبحث بتجارب المستخدمين حتى يطلع بمنتجات متوافقة مع تجربة المستخدم كمان زكر بشار الجانب التقني أنه لازم مصمم UiUX يعرف أدوات تقنية تساعده بعرض الواجهات وتصميم هذه الواجهة طيب لحتى نتعرف أكثر بشكل مفصل عن مهارات مصمم UiUX خلينا نحكي فيهم هنا عبارة عن عشر مهارات رح تكون بالأهمية يعني المهارة الأولى هي أهم فالأهم إن شاء الله فأول مهارة صراحة لازم يتمتع فيها مصمم UiUX هي فهم تجربة المستخدم فهم تجربة المستخدم تعني معرفة مبادئ تجربة المستخدم بما في ذلك تصميم تجربة المستخدم ونموذج المستخدم وعلم النفس السلوكي لما نحكي عن تجربة المستخدم فدائما خلي بيبالكم أنه نحن عم نحكي عن الجانب السلوكي للمستخدمين أو الجانب النظري والمستخدمين اللي رح نفهمه أن نحن لحتى نطلع بتصاميم تكون مجدية وتتوافق مع تجاربه بهذه الصورة أو بهذا الديزاين حدا بيقدر يعطيني تعليق أو انطباع لما يشوف هذا التصميم من جميع النواحي أو من أي ناحية يمكن تختار ببالكم أستاذ أول ناحية أنه هي واجهة مستخدم بسيط لتعامر حتى الألوان تكون متناسبة مع العين بحيث ما يكون في ضرر للعين وهي أكثر شغلات موجودة فيها ممتاز هي عبارة عن واجهة لتسجيل الدخول جزابة بصريا مثل ما تفضل بشار ألوانها جميلة متناسقة في صورة في إلستريشن في ألوان مرتبة وبنفس الوقت المحاذة والعناصر الثانية جميلة لكن إذا سألنا حالنا هل هاي الواجهة مجدية هل هي بتخدم تجربة المستخدم نحن عن أي مهارة عم نحكي حاليا عم نحكي عن فهم تجربة المستخدم فأنا إذا أجيت كمصمم يو ايو اكس صممت هاي الواجهة بطريقة جزابة وطلعت بمظهر كتير جميل لكن كمستخدم هل فيني أعمل تسجيل دخول من خلال هاي الواجهة إذا إجا أي حدث فينا هل هي جزابة بس ماي واضحة ما فيها وضوح للمستخدم تمام من أي ناحية زكريا ما فيها وضوح هل فيها أنا ثلاث إدخالات بس لازم يكون ضمن الإدخالات مثلا اسم المستخدم أو كلمة الموروح بحيث المستخدم يعرف وني عبي بالضبط زكريا أنا كمستخدم لما شفت واجهة مصممة بطريقة جزابة وطريقة جميلة لكن هاي الواجهة ما بتخدم المستخدمين ليش؟ لأنه ما فيها مراعاة لتجربة المستخدم ما في أنا كمستخدم أعرف وين لازم دخل الاسم وين لازم دخل الإيميل وين لازم دخل كلمة المرور فهي الأمور كيوزر إكسبيريانس كتجربة المستخدم لازم مصمم يفهم بشكل جيد ويراعيه بكل التصامي إذن أول مهارة لازم يمتلك مصمم هو فهم تجربة المستخدم لازم يكون لدينا فهم جيد لتجارب المستخدمين حتى نطلع بلتصاميم تتوافق مع تجربة المستخدم المهارة الثانية هي مهارة البحث لحتى نحن نطلع بلتصاميم مجدية لازم يكون لدينا قدرة على البحث مثل ما نكون شايفين البحث هي عبارة عن مهارة لفهم احتياجات المستخدمين من خلال إجراء مقابلات من خلال إجراء استبيانات ومن خلال اختبارات الاستخدام الغرض من البحث هو فهم احتياجات المستخدمين أنا بعرف أشخاص كانوا مختصين كيوزر إكسبيريانس كانوا يطلعوا يسافروا من بلد لبلد بس كرمال يعمل البحث يعمل مقابلات مع مستخدمين محتملين ويطلع فيهم بنتاج فلحتى نحن نفهم المستخدمين اللي راح يستخدموا المنتج لتبعنا بشكل جيد لازم يصمم يو ايو اكس يكون عنده مهارة البحث المهارة الثالثة هي مهارة التخطيط والتنظيم مثل ما بتعرفوا العميل أو الكلايانت عادة بيجي بيقول لك أنا بدي صمم مثلا تطبيق متجر الكتروني طيب شو التفاصيل اللي عندك ما بيعرف ممكن يجي نزبون تاني اللي أنا بدي صمم منصة تعليمية طيب شو هي المنصة شو طبيعتها ممكن يعطيني أفكار عامة لكن ما راح يعطيني مسار أو يعطيني دراسة أو تفاصيل تخليني أنا أقدر كمصمم يو ايو اكس باشر بتصميم الواجهات لهيك بصدد هذا الموضوع لازم مصمم يو ايو اكس يمتلك مهارة كتير مهمة صراحة هي مهارة التخطيط والتنظيم لازم يقدر يعمل جلسة مع العميل ياخد منها المعلومات هاي المعلومات نحن منخططها كمصمم يو ايو اكس نعمل بشكل مخططات بشكل النماذج أولية ومنعرضها على العميل فالمهارة الثالثة هي مهارة التخطيط والتنظيم من عيد أول مهارة حكينا عنها هي مهارة فهم تجربة المستخدم أول شي لازم يمتلكم مصمم يو ايو اكس وفهم تجربة المستخدم لحتى يفهم تجربة المستخدم وإحتياجات المستخدمين لازم يكون عنده مهارة البحث بعدين بعد ما يبحث هو ويتعامل مع لزمون لازم يكون عنده مهارة التخطيط والتنظيم لحتى ياخد المعلومات من العميل ويخططها وينظمها بطريقة جيدة ومناسبة لحتى يشتغل عليه طيب المهارة الرابعة رح أدركها لمشاركاتكم هي مهارة التصميم الغرافيكي مين بقدر يحكي لي ليش من المهم أو من خلال هذا التعريف الموجود قدامكم ليش من المهم أنه مصمم يو ايو اكس يمتلك مهارة التصميم الغرافيكي نحن ممكن أحيانا نستخدم رموز خاصة فينا في تطبيقنا وما بدأيها عن الانترنت فمنحتاج أنه مثلا صمم هذا رموز نحن أصدق برموز مصطفى الأيقونات صح؟ أنه نحن إذا بدنا نبني تطبيق تماما الأيقونات تماما لحتى نحن نبني تطبيق مثلا معين بدنا شي خاص فينا لهذا التطبيق فممكن نستعين نحن بمصمم يو ايو ايو اكس عفوا نستعين بمصمم جرافيك نخلي يرسم لنا أيقونات أو يرسم لنا إلستريشن يعني رسومات فيكتور أو يستعين بصور ويعطلة ونضيفها ضمن التطبيق فهي نقطة كتير مهمة صراحة أنه مصمم يو ايو ايو اكس لازم يمثلت مهارة التصميم الغرافيكي كيف تجي مهارة التصميم الغرافيكي؟ خلينا نقول أنه هي القدرة على استخدام أدوات التصميم مثل بعض برامج الأدوي مثل برنامج إلستريتور اللي بساعدني على تعديل الرسومات أو الآيفونات مثل برنامج الفوتوشوب اللي بساعدني على تعديل الصور وتحسين جودة الصور وأخيرا برامج فكما وسكيتش وخلينا نقول أدوي اكس دي اللي هي بساعدني على تصميم الواجهات ورسم الواجهة طيب إذا مصمم اليو ايو اكس امتلك هاي المهارة صار عنده مهارة تصميم الغرافيكي شو النتيجة اللي راح يطلع فيها؟ يعني شو هو دور دور التصميم الغرافيكي بالمهارات المكملة للمصمم اليو ايو اكس بكل بساطة فهم التصميم الغرافيكي من ناحية النظريات من ناحية الألوان من ناحية أسس ومبادئ التصميم من ناحية أتقان الأدوات كل هاي الأمور راح تخليني أطلع بتصميم جذابة وبتصميم جميلة وراح تخليني استهدف مستخدمين أكتر من خلال جودة هاي الألوان إذا بتذكروا الجلسة التعريفية الأستاذ أحمد سألكم إذا أنتوا بدكم تصمموا التطبيق شو هو اللون اللي ممكن تستخدموك كباكجراوند أو كخلفية بهذا التطبيق منكم قال لون أزرق الدكتورة قالت لون أخطر البعض اقترح ألوان تانية فمن خلال مهارة التصميم الجرافيكي نحن نختار الألوان المناسبة حسب نظريات الألوان وحسب فهم مبادئ وفهم معاني الألوان اللي موجودة ضمن مبادئ التصميم الجرافيكي فهي كانت المهارة الرابعة اللي راح نحكي عنها إن شاء الله خلال تدريبنا بشكل كامل لحتى نتعرف أكثر على أهمية التصميم الجرافيكي ضمن مهارات مصمم يو ايو اكس خلينا نستعرض هاي الأمثلة إن شاء الله تكون واضحة عليكم هي عبارة عن بيفور وأفتر يعني موقع موقع مصمم بدون مراعاة مبادئ التصميم الجرافيكي وكيف صار بعد مراعاة مبادئ التصميم الجرافيكي مثل ما نكن شايفين التصميم اللي على اليسار في ألوان غير متناسقة في ألوان ممكن تكون مؤزية للعين في ما في ترتيب ما في محازة ما في تباين واضح ما بين النصوص ما بين الصور ما بين الكلمات بالمقابل بشوف النتيجة اللي بعد مرحلة مراعاة التصميم راح شوف إنه صار عندي الويب سايت بشكل مرتب بشكل مريح للعين بألوان متناسقة مع بعضا فمن هون نحنا نشوف صراحة أهمية امتلاك مصمم UI UX لمهارة التصميم الجرافيكي خلينا نشوف مثال تاني كمان بنفس الوقت هو عبارة عن مثال before و after كيف كان تصميم الويب سايت اللي شايفينه على اليسار كيف كان قبل قبل مراعاة قواعد تصميم الجرافيكي وكيف صار بعد مراعاة هاي القواعد من ناحية تعديل الصور من ناحية تعديل الألوان من ناحية ترتيب العناصر الموجودة مثل ما نشاهد فمن هون نحنا نشوف أهمية صراحة أهمية امتلاك مصمم UI UX لمهارة التصميم الجرافيكي واللي بتساعده على إنشاء تصاميم جذبة وتصاميم مريحة للعين ننتقل للمهارة الخامسة واللي هي مهارة التفكير التحليلي ليش بيرأيكم مصمم UI UX لازم يمتلك مهارة التفكير التحليلي أو خلينا نحكي شو هو التفكير التحليلي التفكير التحليلي يا جماعة هو القدرة على تحليل البيانات واستخدامها في اتخاذ القرارات التصميمية يعني نحنا حكينا مصمم UI UX لازم يكون عنده قدرة على البحث طيب قام بالبحث وقام بجمع البيانات ومن خلال فهمه لتجربة المستخدم جمع البيانات اللي بتلزمه لتصميم التطبيق أو المنصة اللي هو شغال عليها طيب شو رح يستفيد هو من هاي البيانات رح يستفيد منه انه رح يتخذ قرارات تصميمية يعني بناءا على هاي البيانات اللي نحنا جمعناها عن المستخدمين رح نتخذ قرارات تصميمية هاي قرارات تصميمية لازم الراعية نحن ضمن تصاويم خلينا نذكر مثال حتى تتوضح الفكرة بشكل عقب مثل ما نكون شايفين قدامكم عندي واجهة لحساب هاي الواجهة فيها صورة بروفايل إن شاء الله تكون واضحة قدامكم النصوص فيها ادخال صورة بروفايل فيها ادخال معلومات شخصية الاسم الأول الاسم الأخير اللقب تاريخ الميلاد ومعلومات تانية مثل الجندر مثل اللوكيشن مثل الستي وأخيرا عنها الايتيم طيب أنا إذا جمعت بيانات عن المستخدمين وشفت أنه أغلب المستخدمين إذا استغرق وقت أثناء إنشاء الحساب رح يطلع من المنصة ويبطل يسجل فيها فبناء أنا على هاي البيانات أو بناء على هاي المعلومة اللي أنا جمعتها من خلال البيانات باتخذ قرار تصميمي شو هو القرار التصميمي ممكن يكون بهاي المرحلة بهاي الحالة أغلب القرارات التصميمية بتكون ممكن تكون حضرتكم شفتوها بمنصات تانية إنه منخلي نحن المستخدم يعمل إنشاء حساب ويفوت على بروفايله ومنخلي هاي المعلومات يدخلها بوقت لاحق يعني بهذا الموضوع اللي حكيت عنه حتى تتوضح الفكرة بشكل أكتر بتشوفوا كتير منصات لما نحن نفوت عليها بيطلب مني معلومات كتير بسيطة ممكن يطلب الاسم الإيميل ويقلي أعمل إنشاء حساب بعد ما أنشأ الحساب ممكن أنا فوت على بروفايل ودخل بياناتي كلياته فأنا لو طلبت من كل المستخدمين إنه يدخلوا بياناتهم قبل ما يفوتوا على هذا الحساب رح نلاقي أغلب المستخدمين رح ينفروا من المنصة ورح يطلعوا منها وما رح يستخدموها من هون صراحة ابتجينا أهمية مهارة التفكير التحليلي عندنا المصمم UiUX حتى يتخذ فيها قرارات تصميمية يطلع فيها بنتائج مرضية ومريحة للمستخدمين أظن في حدا رافع إيدو إذا حدا عنده سؤال أو استفسار مثل هذا الموضوع إذا حطينا مثلا تكامل مع جوجل إنه دخول عن طريق جوجل أو حساب فيس بوك ما هو حل مناسب لهذه المشكلة؟ صحيح مية بالمية لهيك نحن نشوف أغلب الوجهات الحديثة شو بتستعمل؟ تستعمل تسجيل دخول مباشر أو إنشاء حساب مباشر عن طريق الجيميل أو عن طريق ماك عفوان أو عن طريق الشو اسمه نسيت شو اسمه الطريقة التانية فالمهم تستخدم طرق كتير سهلة ومريحة للمستخدم وهذا صراحة من الأساليب الحديثة أو القرارات التصميمية الحديثة اللي يطلعوا منا بنتائج بعد تحليل وبعد تجارب كتير سابقة فالمهارة الخامسة مثل ما حكينا هي مهارة التفكير التحليلي هي بكل بساطة جمعنا البيانات من خلال البحث عملنا تحليل لهذه البيانات اتخذنا منا قرارات تصميمية اتفضل اذا عندك استفسار تاني او رافع ايداق بالغضاء طيب استاذ الشي الطريقة اللي نحن نحسن من قيس انه المستخدم طول في الصفحة هاي مثلا اخذ وقت كتير في صفحة تسجيل الدخول عبا بياناته هممتل مثلا نحن الراقب خلينا نقول مثلا حركة الكيبار او حركة الفورة في الصفحة هل ممكن هالموضوع؟ هو الموضوع ابسط من هيك بكتير قبل بمراحل اخر مرحلة اسمها مرحلة اللي هي اختبار قابلية الاستخدام نحن كمصممين بعد ما ننتهي من تصميم التطبيق او تصميم المنصة بناخد هاي المنصة ونعملها اختبار شو هي آلية الاختبار؟ في عدة مناهج وفي عدة آليات منها رح اذكر لك انه ممكن جيب عينات جيب كذا شخص مستخدمين اعرض عليها المنصة وشوف هنه قد يستغرقوا وقت خلال مرحلة تسجيل الدخول فهذا الوقت رح يطيني مؤشرات هاي المؤشرات رح شوف انه ممكن عملية تسجيل انشاء الحساب استغرقوا فيها وقت طويل فبعمل تغذية راجعة وبعدل على التصميم حتى يتوافق مع تجارب المستخدمين بحيث ياخد مرحلة اقل فهي المرحلة اسمها مرحلة بتتم قبل بناء التطبيق وهي بتكون اخر مرحلة من مراحل تصميم المنتج الرقمي طيب استاذي ما في مثلا ممكن خلينا نقول انه لتطبيق الويب ما ممكن في ادوات تانية مثلا نقيس عليها هذا الموضوع ممكن كوجل انيليستيك او شيء او ادوات تانية طبعا طبعا في ادوات رقمية حاليا بنشغل عليها لحتى يقيسوا جودة هاي المنتجات منها ادوات رقمية ومنها عن تجارب مباشرة مثل ما ذكرتلك انه يعملوا تحليل لهاي البيانات يعرضوه عن المستخدمين يشوفوا هدون المستخدمين شو العقبات اللي واجهتهم وبنفس الوقت بيعملوا تغذية راجعة لحتى يصححوا من الاخطاء الموجودة ضمن هاي المنتجات لكن نحن عم نحكي بمرحلة هي مرحلة ما قبل بناء التطبيق برمجية هي مرحلة الUIUX ففيه الى عدة منهجيات فيه الى عدة طرق فيه ادوات تقنية مثل ما تفضلت وفيه ادوات تانية حسب نوعية التطبيق صراحة او نوعية المنصة اللي نحن شغالين عليها ممكن نشوف الطريقة المناسبة لعمل اختبار قابلية الاستخدام لهون نكون تهينا من المهارة الخامسة واللي هي مهارة التفكير التحليلي المهارة السادسة هي مهارة التفاعل والتصميم التفاعل نحن لما نصمم اي واجهة او اي تطبيق لازم نعرف كيف نصمم كيف نعمل تفاعلات جزابة وسهلة للمستخدم مستخدم مثل ما بتعرفه عم ممكن اي شي بسيط يواجهه خلال استخدامه للمنتج ممكن باشرة يطلع منه ويبطل يستخدم فاحدة الامور اللي ممكن نحن الراعي فيها شعور المستخدم والراعي فيها نلفت انتباهه خلال استخدامه للتطبيق هي التصميم التفاعل منها على سبيل المثال انه انا اعرض له رسومات مثل انشأ حساب مثلا بعرض له صفحة بحيث قال له تهانينا انت انشأت حسابك تفضل فوت على المنصة فهي التفاعلات ممكن تكون عن طريق رسوم ممكن تكون عن طريق اصوات ممكن تكون عن طريق صور معينة مهم دائما انا خلي المستخدم متفاعل مع المنصة او مع التطبيق اللي انا شغال عليه بحيث يضل شادد انتباهه خلال استخدامه للمنتج اللي انا شغال عليه فالمهارة السادسة هي مهارة التفاعل والتصميم التفاعل فولنا عليكم بالمهارات بالاسكيز هنا عشرة ان شاء الله رح قربنا ننخلص منه المهارة السابعة هي مهارة اختبار الاستخدام وليسألنا عليها الاخر من شوي مصمم نيو ايو اكس لازم تكون عنده قدرة على اجراء تحليل اختبارات شو الهدف مننا لهي الاختبارات الهدف مننا جمع الملاحظات وتحسين التصميم قبل ما اتكلف انا على بناء التطبيق برمجية بعد ما اصممه بالادوات المناسبة مثل فقمة او مثل سكتش او اي اداة تانية واعمل ربط ما بين الصفحات واعملها معاينة ممكن اعمله اختبار بهاي المرحلة هذا الاختبار رح يعطيني عدة ملاحظات رح يعطيني عدة نتائج هاي النتائج رح قيص عليها ورح اعمل رح اطلع منه بمخرجات او ببيانات هاي البيانات رح ساعدني بتحسين التصميم مثل ما بتعرفوا طبعا هاي المرحلة ما هي خاصة فقط بمرحلة اليو ايو اكس ممكن بعد بناء التطبيقات والانتهاء مننا بتشوفوا مثلا كثير تطبيقات مثل تيليجرام مثلا كل فترة بنزل تحديث جديد هاي التحديثات هي عبارة عن شون هي عبارة عن اختبارات مثل احيانا بتلاقوا واتساب بيبعث استبيان مثلا للمستخدمين انه فوت على هذا الاستبيان مثلا وبيسأله عدة اسئلة مو بس الواتساب كثير تطبيقات بتاخد بيانات للمستخدمين حتى تعمل تغذية راجعة للتطبيق اللي هنا شغالين عليه فمرحلة اختبار الاستخدام هي مرحلة مستمرة بتتم بكثير مراحل كل ما اطور التطبيق نزله تحديث او تطوره بمرحلة معينة ممكن نعم ينعمل له اختبارات وينزله تحديثات وهي التحديثات بحد ذاتها قبل ما تنزل على تطبيقاتنا بنعمل لها مرحلة اختبار بعد الاختبار بتم تحديثها على التطبيقات مرحلة اختبار الاستخدام او مهارة اختبار الاستخدام هي من اكتر المهارات المهمة عند مصمم تجربة المستخدم لازم يكون عندنا خبرة جيدة بهذه المهارة ولازم نعرف أن تضعها بالشكل الصحيح المهارة الثامنة هي المهارة التي ذكرناها بالبداية أحد الطلاب وهي مهارة الإبداع القدرة على التفكير خارج الصندوق وابتكار أفكار جديدة لازم نحن دائما نفكر خارج الصندوق أنا إذا دائما بدي روح طبعا التغذية البصرية هي جيدة بالنسبة لأي مصمم واجهة أو أي شخص بيبني واجهات أو بيبرمج تطبيقات أغلبنا شو نعمل نروح نعمل تغذية بصرية نشوف التطبيقات السابقة كيف عم يشتغلوا مثلا لنفترض شاشة تسجيل دخول أو شاشة إنشاء حساب شو هي النماذج اللي بتنعمل فيها هاي الواجهات شي كتير منيح ومهم إنه نحن نعمل تغذية بصرية لكن بنفس الوقت لازم يكون عندنا ولو بشكل بسيط مهارة الإبداع لازم دائما نفكر نحن خارج الصندوق كيف نبتكر أفكار تساعد المستخدمين على تلبية احتياجاتهم بشيء ما نموجود ضمن المنتجات السابقة فصراحة بتشوفوا كثير أدوات أو إضافات ممكن إنه تاخدوا مساء سكرينشوت لواجهة معينة ويروح يطبق لكم ياها على إنه هي واجهة بشكل مباشر طيب هون أنا بهاي الطريقة صرت مقلد يعني عم ألد واجهات بدون أي تغيير بدون أي تفكير خارج الصندوق أو أي حس إبداعي فدائما نحاول نعمل تغذية بصرية نحاول نحن نشوف الواجهات والألوان والطرق اللي عم تصمم فيها الواجهات بنفس الوقت لازم نكون نحن عنا شيء خاص فينا لازم نبتكر أفكار جديدة خاصة فينا كمصممين هيك كانت المهارة الثامنة نمتقل للمهارة التاسعة ورح أترك الدور لكم حتى تحكونا عن مهارة التواصل شو أهمية مهارة التواصل لمصمم اليو ايو اكس لنسأل حالنا نحن مصمم اليو ايو اكس مع مين بيشتغل تفضلي عم سايمة صراحة عم أحضر معاكم كنت متدربة يعني ممكن بكاذر أكيد شرفتين أكيد أحب يشارك صراحة على هاي النقطة أنه مرتبطة تمام بالمهارة الأولى يعني اليوم أنا قديش بحسن أتواصل مع المستخدين بشكل صحيح وأفهم بالضبط شو هو بده وأفهم بالضبط يعني أفهم المستخدين في المستخدين عفر العميل كنا من قبلنا صحيح فأنا بحسن وظف يعني هاي المهارة فيها بس أنا بعتقد منها يعني مرتبطة بالدرجة الأولى بأول مهارة بالضبط عن سايمان الآن سايمان عم تذكر جانب من جوانب مستخدين أنا بين المستخدم وبين العميل ولينك هنا شوي بتشاهدهم مع بعضهم حتى في مصطلحات صراحة رح نحكي عنا إن شاء الله بالتفصيل اللي هي الكلاينت هو العميل تماما عنا الكستمر هو الزبوم يعني هو نفسه الكلاينت بمعنى تاني في عنا اليوزر نحنا نقول عنه إنه هو المستخدم فهي المستخدمات شوي هي صراحة متخربط لكن كتواصل كمصامة UIUX لازم يكون عنده مهارة تواصل مع جميع هدول الأشخاص لازم يكون عنده مهارة تواصل مع صاحب المنتج اللي هو مدير المنتج لازم يكون عنده مهارة تواصل مع أعضاء الفريق اللي هو شغال معه يعني مصامة UIUX مع مين بيشتغل سألكم بالبداية رح يشتغل مع فريق متكامل هذا الفريق خليني أعرض لكم السكرين التانية عادة المنتجات الرقمية اللي بتم تصميمها طبعا هذا الحكي خلينا نقول ممكن يكون بالمشاريع المتوسطة والأكبر منها عادة بيكون في عندي فريق Product Development يعني هو فريق تطوير المنتجات من شو بيتألف هذا الفريق مثل ما تكون شايفين من البداية عندي الانجينيري هنا مهندسين البرمجيات أو التخصصات تبع البرمجيات كمان في عندي UIUX Designers ممكن يكون أكثر من مصمم UIUX موجودين ضمن تطوير هذا المنتج Project Managers اللي هنه مدراء المشروع Product Marketers اللي هنه المسوقين الأشخاص المختصين بالMarketing اللي لهم ارتباط كتير كبير بتصميم هاي المنتجات البردكت مانيجر اللي هو مدير المنتج وأخيرا Business Leadership اللي هو مدير الأعمال اللي بيكون شغلته بتكون يعني تنمية هذا المنتج أو ممكن تأمين دعم أو شيء تاني فهذا الفريق يعني على الأقل على الأقل بتصميم المنتجات هايك خلينا نقول ما تكون كتير كبيرة على الأقل بيكون في عندي فريق من المبرمجين وفريق مصممين Designers UIUX Designers وعلى الأقل بيكون في عندي Product Owner أو Product Manager اللي هو بيكون مدير المنتج هذا الشخص ممكن ممكن يكون نفسه هو لزبون لكليانت صحب المنتج وممكن يكون شخص موظف لكن شرطه أنه يدير هذا المنتج فنحنا أي سؤال بيخص هذا المنتج منلاقي عند هذا الشخص اللي هو Product Owner أو Product Manager فحكينا نحنا كنا عم نحكي عن مهارة التواصل فمع مين بده يتواصل مصممين UIUX بده يتواصل مع كل هدول الأشخاص لهيك من الضروري أنه مصممين UIUX اللي بده يصمم المنتج الرقمي ويطوره يكون عنده مهارة تواصل جيدة حتى يقدر يتواصل مع كل هدول الأشخاص بطريقة سليمة تختم المنتج اللي هو عم طوره أو اللي هو شغال عليه مشكورة أسا إيمان عن المشاركة ومننتقل المهارة العاشرة واللي هي مهارة التعلم المستمر واللي هي آخر مهارة من مهارات مصممين UIUX مثل ما ذكرت لكم يا جماعة مصمم UIUX دائماً لازم يكون فيه عنده تعلم مستمر حتى صراحةً نحن عم نذكر مصمم UIUX لأنه هذا مسار التدريب اللي نحن عم نحكي فيه لكن بتلاحظوا أنه أغلب هاي المهارات هي مهارات بتخدم جميع تخصصات لكن بشكل مركز على UIUX فمهارة التعلم المستمر هي الرغبة في متابعة الاتجاهات الجديدة في تصميم UIUX والبرمجيات ذات السلم دائماً نحن عم نشوف في عنا ترندات في عنا نماذج خليناً نقول الترند عم نشتغلوا عليها بتصميم تطبيقات أو تصميم منصات فلازم نحن نواكب هاي التحديثات لازم نواكب هاي التطويرات اللي عم تصير كيف منواكبة عن طريق التعلم المستمر ما بيكفي إنه نحن نوقف عند حد معين فيه مثالي كتير مشهور أكيد اسمتوا كلياتكم بالجامعة هو مثال شركة نوكيا كيف صفت على جنب وما عدتطورت لأنه وقفت عند حد معين من التطور بمنتجاتها فلازم المنتجات لأنه نحن شغالين عليها دائماً تكون بحالة تطوير وحتى نحن أنفسنا كمصممين واجهات مستخدم لازم دائماً يكون عندنا تعلم سواء للأدوات حتى الأدوات التقنية مثل فقما أو مثل أي برامج تانية فيه عليها تحديثات مستمرة فيه عليها إضافات مثل ما شفتوا إضافات للأي آي الذكاء الصناعي موجودة حالياً بكل الأدوات فمن الضروري أنه نحن نواكب هاي التحديثات ونتعلمها بشكل جيد عادة عن موضوع التكنيكل موضوع الأدوات والبرامج فيعن منهجيات يعني فيه منهجيات متبعة بتصميم الواجهات أو بمراحل المراحل العملية لتصميم المنتجات المنهجيات كمان هم تتحدث فنحن كمان لازم نواكب الأمور خلينا نقول النظرية والمنهجيات اللي بتخدهم تصميم المنتجات لهون نكون وصلنا المهارة العاشرة والمهارة الأخيرة وآخر سلايد اللي عنا هو الهدف من التدريب الهدف من التدريبنا صراحة يا جماعة هو المفروض هذا السلايد يكون أول سلايد لكن أنا حطيته بالنهاية لحتى يكون ملخص لكل شي حكيناه سابقا خلال هذا هدفنا من التدريب نتعلم كل هدول المهارات العشرة اللي حكينا عنهم بشكل مفصل فإن شاء الله خلال الخمسين ساعة اللي راح نحكي فيها سواء ونتدرم فيها سواء راح نتعلم إن شاء الله هدول المهارات العشرة بحيث نطلع نحن بمنتجات رقمية ممتازة وتخدم المستخدمين لحدفي أني أسوقهم من خلال المنتجات اللي أنا أشغال عليها أول شيء لنحكي عن الفرق بين تجربة المستخدم وواجهة المستخدم بتوقع قسم منيح منكم عنده فكرة شو هو الفرق بينكم اللي هي الـ User Experience والـ User Interface لكن حابب إسمع منكم شو هو الفرق ما بين الـ UI والـ UX تمام هلا بالنسبة للـ UI تصميم الواجهات بشكل عام وواجهات المستخدم تكون جزابي سهلي وهيك بالنسبة للـ UX هي التفاعل مع الواجهات كأدخال بيانات اختبارات كذا إلى آخرين حلو كثير قاسم عمقول الـ UI هي العناصر المرئية الواجهات الموجودة قدام حكى كلمتين ولو كنا دقيقين شوي حكى كلمتين كلمة صح وكلمة ما العلاقة بالـ UI قال إنه الواجهات لازم تكون جزابة وسهلة طيب من شغلت تكون الواجهة جزابة؟ الـ UI مصمم الـ UI لكن من شغلت تكون الواجهة سهلة الـ UX فخلينا نشبه نقول إنه الـ UX هو الجانب اللي بيهتم بسهولة الاستخدام بيهتم بتجربة المستخدم بينما الـ UI بيهتم بالعناصر المرئية اللي بتكون جزابة بعرف قاسم ممكن يكون أصدع إنه تكون واضحة لكن كلمة سهلة هي بتعني الـ UX بتعني الـ User Experience فهذا فرق هيك بسيط لحتى نتعرف عليه أكثر خلينا نعرف شو هي تجربة المستخدم التجربة المستخدم هي العملية التي تهدف إلى تحسين رضا المستخدمين الهدف الأساسي من تجربة المستخدم هو تحسين رضا المستخدمين كمان سهولة استخدام المنتج من خلال كيف نحن بالراعي رضا المستخدمين بالراعي سهولة استخدام المنتج من خلال تحسين التفاعل بين المستخدم والمنتج أنا كل ما كان التفاعل ما بين المستخدم وما بين النظام بشكل جيد كل ما حققت تجربة المستخدم أفضل. شو بتشمل تجربة المستخدم؟ بتشمل كل الجانب من جوانب تفاعل المستخدم مع الشركة وخدماتها ومنتجات. كيف بتم هذا الشيء؟ عن طريق استخدام المنتج أو عن طريق مراعاة تجربة المستخدمين بهذه المنتجات اللي نحن عم نطوره. هذا بجانب تجربة المستخدم. طيب من ناحية الـ UI من ناحية واجهة المستخدم UI. الواجهة المستخدم اللي هي الـ User Interface هي الجزء المرئي والتفاعلي من المنتج. كل شيء مرئيات. شو ما كانت هاي المرئيات سواء كانت أزرار سواء كانت صور ألوان أشكال أيقونات قوائم كل هاي التفاعلات البصرية اللي نحن ممكن نشوفها هي عبارة عن User Interface. هي واجهة المستخدم. فحتى نفهم تتوضح الصورة بشكل أكبر افضردوا في عنكن بناء. هذا البناء بمر بمرحلتين. مرحلة الأساس اللي هي الأعمدة والحديد وهي الأمور. المرحلة الثانية اللي هي الإكساء اللي هي بتنفيها الادهان والخلان والتصاميم الثانية ضمن التصميم الداخلي لهذا البناء. فهذا هو الفرق ما بين الـ User Experience كيف بيعمل هذا الشيء وما بين الـ UI اللي هو كيف بيظهر هذا الشيء عنه. في مثال كتير واضح وكتير مشهور اللي هو علبة الكتشف بتوقع كمان في قسم النيح منكم شايفه من قبل. كمان رح انتظر تعليقاتكم على هذا المنتج حتى توضحوا لي أكثر شو الفرق ما بين الـ UI ما بين الـ UX شو ممكن شو هو الشيء اللي انتو شايفينه في علبة الكتشف العلبي على اليمين استخدامه بيكون أسحب مثلاً مجرد رح يفسر العلبي بتنزل كتشف مع هذي كلام بيفك الغطة كلاتا وممكن أيش مثلاً ما يضبط الكحميل المناسبة تبتكون مثلاً تجربة UX تمام مصطفى طبعاً هذي المثال كتير مشهور إذا حدا بيكتب على جوجل UI vs UX مباشرةً رح تطلع لعلبة الكتشف لأنه هي أكتر مثال صراحةً قريب من الواقع وممكن يوضح أن هشوف الفرق ما بين الـ User Interface ما بين الـ User Experience فإذا لنحكي عن الـ UI مثل ما يكن شايفين شكل الكتابة وشكل الصورة الموجودة هون وشكل الطماطم هاي البندورة نفسه موجود بهاي العلب لكن شو اللي اختلف عندي اختلف عندي مراعاة تجربة المستخدم مراعاة الـ User Experience كتير الأشخاص مننا بيعانوا لما يستخدموا هذا النوع من العلب منصر ندق علبة الكتشف أكتر من مرة لحتى ينزل مننا الكتشف بينما بهذا التصميم اللي تم في مراعاة تجربة المستخدم بشكل أكبر بحيث يكون الغطاء لتحت فنحن وفرنا حال نهاية المهانة بحيث أن الكتشف بيظل مجمع بناحية الغطاء حتى يعطينا تجربة المستخدم أفضل فهذا مثلا إن شاء الله يعني بيوضح بشكل كتير جيد الفرق ما بين الـ UI وما بين الـ UX مثل ما يكن شايفين الـ UI هو نفسه ما تغير نفس النساقة الملسق الموجود هون نفسه موجود هون نفس التصميم ونفس الديزان لكن اللي اختلف عندي تجربة المستخدم اللي تم مراعاة بتصميم العلبة هيكل العلبة حتى اختلف عندي بهذه الطريقة لحتى يعطي تجربة المستخدم أفضل فهذا الفرق ما بين الـ UI وما بين الـ UX طيب لماذا UX أولا؟ ليش نحنا من راعي تجربة المستخدم قبل وليش من نحكي عنا أو منشرح عنا قبل واجهة المستخدم الـ UI يعني ليش نحنا حاليا بلشنا بالمفاهيم النظرية بلشنا نفهم الـ UX أكتر بلشنا نتعرف على المفاهيم ومرحلة الـ UI يعني مرحلة التصميم والديزاني رح تكون بمراحلة لاحقة رح تشوفوا شو سبب هذا الشي من خلال هاي الصورة كمان بانتظار مشاركاتكم شو فهمتوا من هاي الصورة طيب أحمد محمود معنا إذا أحمد معنا عم تسمعنا يعني تتحكي إنا هيك شو ممكن تفهم من هاي الصورة من ناحية الـ User Experience الـ User Experience ليش المستخدم اختارها لطريق حتى لو ما هو مثلا الأفضل لأنه هو الأسهل كان يعني أنه رح يختصر من وقته بالضبط مصطفى المستخدم شوفوا قداش تم مراعاة الـ Design قداش تم مراعاة أنه في بلاط هون مريح للسير وكيف نحنا عاملين حديقة وعملين زاوية حتى بالمثال هذا التاني كمان بتشوف نفس الأمر في عندي مسارات معينة مرسومة للمستخدمين لكن المستخدم عنده رأي تاني شو هو الرأي التاني؟ إنه هو بيستخدم الطريق الأقصى دائما المستخدم بيسلك أسهل الطرق وأسرع الطرق اللي هو بده يوصلنا لهيك نحنا دائما بتصاميمنا وبمنتجاتنا لازم نرى تجربة المستخدم بشكل كبير حتى اللي بيتمعن بهذه الصور بيشوف أنه هاي الـ UX هذا الطريق ما نناتج عن أنه شخص أو شخصين مشوا عليه لا ممكن أغلبية الأشخاص مشوا بهذا الطريق بدليل أنه حتى العشب ما عاد ينمو بهذا الطريق من خلال أنه فيه عندي كتير مستخدمين ما شوفي حتى يستخدم الطريق الأقصى لهيك نحنا دائما من راعة تجربة المستخدم قبل أي شيء تاني قبل تصميم الواجهات وقبل وضع الصور وقبل وضع الأيقونات وقبل أي تفاصيل تاني بتخصه الـ UI من راعة نحنا الـ UX من راعة تجربة المستخدم نعمل بحث عن تجارة بالمستخدمين نحلل بياناتهم نعمل شخصيات افتراضية بيرسونة راح نحكي عنها إن شاء الله بالمراحل القادمة نفهم المستخدم بشكل كتير جيد بعدين مننتقل لمراحل UI اللي بتكون بناءً على تجربة ذلك المستخدم اللي نحنا بحثنا عنها لهيك نحنا نستخدم الـ UX أولا إذا سألنا حالنا ما هي تجربة المستخدم مثل ما تعرفنا عليها بأول استغداد تعرفنا شو الفرق بين UX وبين UI لكن كتجربة مستخدم على وجه الخصوص وهي العملية التي تركز على تحسين رضا المستخدمين وولائهم من خلال تحسين سهولة الاستخدام هذا نفس التعريف اللي حكينا عنه سابقاً مرحباً شربي مرحباً 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 نسيان المايك مفتوح فمثل ما كنت شايفين تجربة المستخدم هي العملية التي تركز على تحسين رضا المستخدمين وولائهم من خلال تحسين سهولة الاستخدام وتفاعل المستخدمين مع المنتج والاستمتاع بالتفاعل مع المنتج شو بتشمل تجربة المستخدم؟ بتشمل كل جانب من جوانب التفاعل المستخدم النهائي مع المنتج والخدمات التي قدمها يعني بالمختصر إذا لا نستصر بتجربة المستخدم بكلمتين قال هي الشعور النهائي الشعور النهائي الذي يحصل عليه المستخدم الناتج عن استخدام منتج ما يعني في عندي تطويق تطويق جديد نزل على السوق أنا كمستخدم شو هو الشعور خلينا نقول لما نحكي عن شعور خلينا نقول مفاهيم مثل الفائدة مثل الرضا عن هذا التطويق اللي أنا بحصل عليه بعد ما استخدم هذا التطويق فهون بفهم أنا شو هي تجربة المستخدم اللي أنا عاينتها من خلال تجربتي مع هذا التطويق أتوقع لهون كن وصل فكرة تجربة المستخدم بشكل جيد بالمختصر هي الجانب النظري أو الجانب خلينا نقول النفسي أو السلوكي للمستخدمين بينما الUI هو الجانب الواجهات والعناصر والمرئيات ليه بشوفها كل مستخدم طيب شو الهدف الهدف الرئيسي بتجربة المستخدم الهدف الرئيسي تحسين رضا المستخدم وسهولة استخدام المنتج لحتى أنا أعطي أفضل شعور للمستخدم لازم أهتم برضى المستخدم وسهولة استخدام المنتج ما نحن عرفنا تجربة المستخدم بشكل مختصر أنه هي الشعور النهائي اللي بيحصل عليه المستخدم من استخدام منتج ما فشو هدفي أنا من تجربة المستخدم؟ هدفي أنه أهتم برضى المستخدم أهتم بسهولة استخدامه لهاي المنتجة طيب حكينا عن تجربة المستخدم يعني هذا الكلام السابق اللي حكينا فيه هو تجربة المستخدم طيب لا نسأل حالنا شو هو تصميم تجربة المستخدم؟ يعني شو هو الـ الـ بكل بساطة الـ هو التخصص اللي بيشتغل فيه شخص معين لحتى يحقق التفاعل الجيد مع التفاعل المستخدمين مع المنتج اللي نحن عم نشتغل عليه برض بعيد الفكرة الـ حكينا عنه اللي هو الشعور النهائي اللي بيحصل عليه المستخدم من استخدام المنتج ما لكن تصميم تجربة المستخدم هو التخصص اللي بيتخصصه شخص شخص ما يعني لو نفترض انه عندنا شخص وليكن مصطفى أحمد تخصص كـ User Experience Designer فهو شو مهمته؟ مهمته انه يصمم تفاعل تفاعل إراعي الاستخدام المنتجات اللي هو عم طورة فـ User Experience هو تجربة المستخدم User Experience Design هو تصميم تجربة المستخدم طيب شو هو النطاق تصميم تجربة المستخدم؟ شو هو المجال اللي بيشمل تصميم تجربة المستخدم؟ بيشمل كل التفاعلات التي تحدث بين المستخدم والمنتج بما في ذلك واجهة المستخدم والمحتوى والخدمة والعلامة التجارية كمان لنحكي شو هي العوامل المؤثرة على تجربة المستخدم؟ شو هي العوامل يمكن تأثر على تجربة المستخدمين باستخدام المنتجات؟ هي الجوانب النفسية، الجوانب السلوكية للمستخدمين، توقعات المستخدمين وخبراتهم السابقة بأي تطبيق أو بأي مجال، بأي منصة أو منتج في عندي شخص اسمه مستخدم رئيسي يعني مثلاً إذا كان عندي متجر الكتروني فبعتبر المستخدم الرئيسي هو الشخص اللي عم نطلب اللي عم يشتري من هذا التطبيق طيب، الأشخاص اللي عم ديروا التطبيق مثلاً أو عم نزلوا منتجاتهم هم مستخدمين ثانويين فأنا تركيزي بيكون على مين؟ بيكون على المستخدم الرئيسي فأنا براعي أهم يعني براعي أنا كل المستخدمين لكن بشكل رئيسي براعي المستخدم الرئيسي لهذا المنتج براعي سلوكه، براعي تفاعله براعي تجاربه السابقة براعي أنه هذا المستخدم بشو التطبيقات اللي يستخدمه مسبقاً بناءً عليها أنا ببني ميزات جديدة للتطبيق اللي أنا عم طوره بتصميم تجربة المستخدم طيب من خلال هذا الشرح ممكن يخطر لبالكم أنه تجربة المستخدم هي سهولة الاستخدام فحتى هذه النقطة تكون واضحة لا، سهولة الاستخدام راح نحكي عنها لاحقاً لكن هي جزء من تجربة المستخدم يعني مفهوم تجربة المستخدم مفهوم شامل مفهوم أكبر من سهولة الاستخدام لكن سهولة الاستخدام هي جزء بسيط من تجربة المستخدم جزء بسيط لكن مهم من تجربة المستخدم راح نحكي عنه بتفصيل إن شاء الله بالمراحل القادمة طيب مثل أي مجال بيكون كيف بيتطور يعني كيف بينشاء هذا المجال وكيف بيتطور راح نحكي عن مجال تجربة المستخدم كيف كان كيف بدأ هذا المجال وكيف تطور وين نحن حالياً بهذا المجال فبيقولوا بسنة 1973 في شركة اسمها X-Rox تطورت نظام هذا النظام بيحتوي على واجهة المستخدم رسومية GUI اللي هي Graphical User Interface بتستخدم نوافذ وأقونات وقوعة مثل ما يكون شايفين نموذج بداية كتير كان هذا النموذج بسنة 1973 هاي الشركة عملت أول واجهة مستخدم رسومية كانت بهذا الشكل اللي كتير مبدئي بسنة 1984 شركة أبل أطلقت حاسوب هذا الحاسوب خلى واجهات المستخدم الرسومية أكثر انتشارة وسهولة بالاستخدام يعني انتقلوا من حالة هاي الرسومات لأنه صار في عندي وجود حواسيب شخصية طيب أنا لما صار عندي حواسيب شخصية هذا الشيء شو بيأثر على مجال الواجهات خلى وجود الحواسيب الشخصية عند المستخدمين يعني خلينا نقول ما هذا الطريق لانتشار مفهوم واجهات المستخدم لحتى يطوروا عليها بشكل أكثر بما أنه صار عندي مستخدمين كتير للحواسيب الشخصية فلازم راعي هدول المستخدمين وراعي متطلباتهم بالتسعينات تم إطلاق شبكة الويب العالمية www بسط شخص اسمه تيم هذا الشيء أدى لبداية تصميم واجهات الويب الواجهات اللي نحن نشوفها باستخدام تصميمات بسيطة فيها نصوص فيها روابط فيها عناصر التفاعلية صار في عنا أزرار صار في عنا قوائم منسدلة هذا رحكي ببداية التسعينات بأوال الألفين بلش مفهوم تصميم تجربة المستخدم بالضغور كتخصص مستقل يعني صار في عندي تخصص مستقل اسمه user experience مع تركيز أكبر على تحسين تجربة المستخدم بدلا من تركيز فقط على جمالية الواجهة يعني صار بأوال الألفين تبلش مفهوم تجربة المستخدم يعني كتخصص مستقل عن واجهة المستخدم بما أنه صار عنا حواسيب شخصية نحن مشاركة تقبل فمتل ما حكينا صار في عنا اهتمام أكتر تصميم واجهات المستخدم وتجربة المستخدم بسنة الألفين وسبعة تم إطلاق آيفون من قبل شركة أبل هذا الشيء أدى لتحول كبير في تصميم واجهات المستخدم والأجهزة المحمولة صار في عندي تركيز على التفاعلات اللمسية والتصميم البسيط والوظيفة فكانت أبل صراحة عملت نقلة نوعية من ناحية تصميم الواجهات بما أنه صار في عندي تفاعل عن طريق اللمس مع التطويقات والواجهات اللي نحن عم نستخدم بسنة الألفين وعشرة إجد شركة جوجل جوجل قدمت مفهوم اسمه Material Design وهي الكلمة حفظوها لأنه راح نحكي عنه بالتفصيل إن شاء الله خلال مرحلة تصميم الواجهات هاي المaterial Design هي عبارة عن نظام تصميم نظام تصميم بعطيني شو؟ بعطيني إرشادات واضحة للتصميم واجهات بطريقة متصقة وجميلة عبر الأجهزة المختلفة هذا المaterial Design تطور كتير صار حاليا في المaterial Design 3 في عدة أدلة تطور يعني هذا المaterial Design بتطور كل فترة بنزله على أدلة إرشادات جديدة هاي الأدلة هي عبارة عن أزرار كومبوننت إذا سمعني بشي اسمه كومبوننت عبارة عن كاردات عبارة عن عناصر يعني هو بالنهاية نظام تصميم بيعطيني شو؟ بنا تبرو دليل إرشاد إلنا لمن نحنا نصمم واجهات المستخدم هاد الحكيئة ما نكتير قديم يا جماعة هاد الحكيئة بالألفين وعشرة بسنة 2014 صار في عندي شي اسمه Responsive Design بلش التركيز أكتر على التصميم المتجاوب بما أنكم طلاب هندس معلوماتية فأكيد عنكم فكرة شو هو Responsive Design لهيك رح أترك المايك لكم لا تحكولي عنه من طرفكم طبعا السيد أمر هذا يعني تجاوب مع جميع الأجهز مع وجهة مستخدم تجاوب مع جميع أحجام الشاشة حلو كثير مثل ما نكون شعفين بالصورة في عندي شاشة لابتوب في عندي شاشة ديسكتوب في عندي تابليت في عندي موبايل فبالألفين وأربعة عشر بلش مفهوم Responsive Design بلش مفهوم أنه نحنا في عنا شاشات متعددة في عنا أجهزة مختلفة فنحنا لازم نعمل تصميم متجاوب إراعي هاي الشاشات المختلفة لحتى هيكي نطلع شوي عن جو السلايدات خلي أعرض لكم مثال عن تصميم متجاوب من برنامج Figma في عندي منصة اسمها Installant شغال عليها حديثا بس لا تتوضح فكرة ال Responsive Design إذا كان عندي مثلا سكرين مثل هاي السكرين مثلا ناخد منها نسخة وخليها تكون فاضية وفي عندي هدر مثل ما يكون شايفين هاي عبارة عن frame سكرين فيها هدر يعني الرئيس هذا اللي فيه اللوغو فيه أزرار فيه وغيره شوه Responsive Design Responsive إنه أنا لما أكبر هاي الشاشة شوفوا شو عم صير الأزرار عم تظل بطريقة متجاوبة عم تكون Responsive ولما الزغرة شو عم صير بالهدر يعني هيك صار بمقاس شو صار بمقاس تابلت تقريبا فبيتم هاي الأزرار بطريقة متجاوبة ومتجاوبة مع كل الإياسات اللي نحنا شغالين عليه بينما لو كان هذا الشيء ما نمتوفر مثلا وليكن بهذا الشكل وما في عندي شيء اسمه Auto Layout ما عندي هذا التصميم ما نمتجاوب وليكن مثلا بهاي الطريقة تمام وجيت أنا عدلت على شكل الفريم شو عم صير عندي عم يخطفوا الأزرار أو عم ضل الهيدر مكانه فهذا هو المقصود بالرسبونسف ديزاين أنه أنا أشتغل تصاميم كمصمم تصاميم تكون متجاوبة مع جميع الشاشة سواء كان التابلت سواء كان الدسكتوب أو موبايل عن طريق الأدوات المتوفرة معنا فهذا المفهوم يا جماعة مفهوم رسبونسف ديزاين بلش بسنة الـ 2014 شو وظيفته؟ وظيفته يضمن تجربة مستخدم جيدة عبر مختلف الأجهزة والأحجام في عندي صار أجهزة متعددة مثل الموبايلات بإياسات مختلفة صار عندي التابلت كمان بإياسات مختلفة صار في عندي الدسكتوب صار في عندي لابتوبات كمان بتلاقوا في إياسات متعددة لحتى نطلع نحن من هاي القصة ونشتغل ما نشتغل مواقع أو تطبيقات لكل نوع من هاي الأجهزة فبلش مفهوم اسمه الـ Responsive Design حتى نشتغل نحن ديزاين واحد يكون متجاوب مع جميع هاي الشاشات هذا الحكي بلش بسنة الـ 2014 بسنة الـ 2020 بلش عندي صار عندي مفهوم استخدام البيانات وتحليل البيانات صار جزء أساسي من تصميم تجربة المستخدم صار عندي استخدام البيانات لهدف اللي هو فهم سلوك المستخدمين فهم تفضيلات المستخدمين هذا الشيء بساعدني بتحسين واجهات المستخدمين بشكل مستمع ما بكفي يا جماعة أنه نحن كمطورين تطبيقات أو مطورين منتجات أنه نفتح واجه مباشرة ونبلش نرسم هذا الشيء حاليا ما بقى موجود صراحة يعني حتى بالنسبة للوظائف اللي بتكون للـ UI UX Designer ما بقى حاليا يعني معرض الأعمال ما بقى يكون بس أنه عبارة عن عندي واجهات تطبيقات أو واجهات ويب موجودة أنا بقدر أعرضها على الشركات اللي أنا بدي أشتغل معها لا صار في عندي معرض الأعمال عبارة عن أبحاث عبارة عن بيانات عبارة عن تحليل هاي البيانات عبارة صار عندي بعد تحليل البيانات قرارات تصميمية كيف أنا راعت المستخدمين اللي بدون يستخدموا المنتجات اللي عندي بعد تحليل هاي البيانات أخيرا تجييني مرحلة رسم الواجهات والاختبار فمعرض أعمال UI UX Designer حاليا عم يشمل كل هاي الأمور لهيك بسنة 2020 صار في عندي اهتمام كتير كبير بتحليل البيانات وصارت جزء مهم صراحة من تصميم المنتجات الرقمية الخلاصة أنه تصميم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم هو مجال ديناميكي متطور باستمرار مثل ما شفتوا بلش من سن 1973 لوقتنا الحالي يعني مجال متطور بلش من واجهات نصية بسيطة اتطور لحتى يشمل واجهات رسومية صار في عندي تجارة تفاعلية معقدة مع تقدم التكنولوجيا أخيرا صار عندي تركيز أكبر على توفير تجربة مستخدم سلسة وشاملة يعني صار كل تركيزنا نحنا كمصممين واجهات أو تطبيقات صار تركيزنا الأكبر على توفير تجربة مستخدم سلسة وشاملة هذا الشيء اللي بعزز من رضا المستخدمين ويساهم في نتجاح المنتجات والخدمات لحتى يصير فيه إلى حصة سوقية أكبر وتستمر بضمن السوق هاي كانت خلاصة السرد التاريخي لتجربة المستخدم لحد هون حدا عنده أي استفسار أو أي تعليق عن ما سبق لا الأمور واضحة الله تكلا عافية قاسم الله يعافي قاسم برد بعيد ركزه منيح على المعلومات لأنه حيكون في عنا فقرة كيهوت في نهاية الجلسة على كل حال خلينا نحكي شوي عن أدوار ومسؤوليات مصمم تجربة المستخدم برنص شوي لحتى يكون واضح حاليا يا جماعة بشركات خلينا نقول شركات كبيرة أو متوسطة أو أكبر صار في عندي تخصصات يعني ما بقى في عندي مسمة اسمه UIUX بس يعني ممكن تلاقوا بالشركة صغيرة بالشركة هيك شوي يعني ماشي حالة في عندي مسمة UIUX لكن كلما كبرت الشركات أكثر عمصير فيها تخصصات أكثر صار في عندي شيء اسمه User Experience Strategic هذا الشخص اللي بيحط استراتيجية تجربة المستخدم يعني عندنا الشركات الكبيرة مثل خلينا نقول مثل جوجل أو مثل أبل في عندهم أشخاص اختصاصا أنه يرسموا استراتيجية لتجارب المستخدمين كيف بدأوا ينطوروا هاي الاستراتيجية وكيف بدأوا يمشوا عليها طبعا لما نحكي شيء استراتيجي فهو شيء طويل للأمد على الأمد البعيد بيشتغلوا على تطويره صار في عندي شيء اسمه UX Research واللي هو باحث تجربة المستخدم مثل ما ذكرت لكم من فترة عملت مقابلة صراحة مع شخص كان بدأوا يتوظف كمصممه UX اللي كان يسافر على دول برة يعني كان يطلع من سوريا على تركيا على دول تانية يعني سفرته كل شغلته أنه يروح يعمل بحث يعمل مقابلات مع مستخدمين محتملين للتطبيق هو طوره وعم يشتغل عليه وهو كان للمشاريع الناجحة فهذا أحد التخصصات كمان UX Research في عندي UX Writer واللي هو كاتب تجربة المستخدم هذا الشخص ممكن يكون متخصص بالكتابة التسويقية والكتابات المناسبة اللي بتشد انتباه المستخدمين أثناء تصميم المنتجات وفي عندي تخصصات تانية متعددة غير هذا الشيء المكتوب قدامكم هذا الشيء من وين إجاد؟ إجاد من تطور تجربة المستخدم خلال السنوات الأخيرة طيب رح نحكي هون عن فقرة بس هاي الفقرة صراحة بتحتاج تفاعل كتير منكم فيا ريت الأشخاص اللي ما شاركوا لحد هلأ وما سمعنا صوتهم يشاركونا بالسلايدات القادمة لأنه رح يكون الدور كله عليكم بنقد هاي المنتجات رح نحكي هلأ عن شيء اسمه دور تجربة المستخدم في بعض المنتجات رح نعرض بعض المنتجات ونحاول ننقضها من زاوية تجربة المستخدم لهيك أول منتج هذا فنجان الأهوال اللي شايفينه قدامكم مين بيقدر يعلق أو ينقض التصميم تبع هذا الفنجان من ناحية الاستخدام يعني أنت إذا كمستخدم تستخدم هذا المنتج هذا الفنجان شو رأيك فيه؟ أو بعض المستخدم يعني تجربة مستخدم سيئة أو جيدة أو شو ممكن الشغل على التطويره؟ هلأ أستاذ شغلات إيجابية وفيه شغلات سلبية بهذا المنتج أولا هي الألوان متناسقة وكويسة بس فيه شغلة أنه حمل الكوبلة المستخدمة سيكون غير جيد فهي هي الشيء السيء في المنتج يعني أنه لم يكن حمل الكوبة تمام بشار عم أقول أنه ألوانه لهذا الفنجان جيدة ألوان متناسقة وحلوة وجميلة لكن من ناحية تجربة المستخدم إذا نستخدم نحن هذا الفنجان فرح نعاني من مشاكل ليش؟ لأنه المسكة تبع هذا الفنجان كتير صغيرة ممكن ما نقدر نمسكه بالأصبع الشغلة الثانية مثل ما كنت ملاحظين حجم الفنجان كتير كبير فمقارنة مع حجم هاي المسكة ما رح يكون في عندي توازن كمستخدم رح ممكن يقع مني الفنجان ورح يعطينا تجربة مستخدم سيئة طيب كمان في شيء موجهة نظركم بيخص هذا المنتج من ناحية تجربة المستخدم طيب من ناحية الفنجان الصحن مثلا هل هو مناسب أو ما مناسب؟ لا ناحية الصحن إذا كبرت حمض الفنجان مقارنة مع الصحن فما رح يتناسق هذا الشيء فلازم يكون الصحن يعني على مستوى الأرض وإذا كبرنا ايد الفنجان هدا في الوقت رح يتناسق هذا الشيء العيب الثاني هو حجم الصحن تبع الفنجان حلو كتير بشار عم اقترح عم اقول إذا هذا حاليا عم يعطينا تجربة مستخدم سيئة فحتى حسن من هاي التجربة لازم تكبر ايد الفنجان بنفس الوقت إذا كبرت ايد الفنجان فما رح تبقى متناسقة رح تطلع بره الصحن الموجود فيه فلازم نكبر الصحن كمان حتى نحصل على تجربة مستخدم أفضل طيب ننتعي المثال التاني وبدنا كمان مشارك تاني يحكينا بهذا المنتج من أبل اللي هي الماوس شو رأيكم فيه؟ على أستاذ فيه سلبية أنه أثناء التوصيل الشحن يمكن ممكن ما يستطيع استخدم الفقرة أو الماوس المستخدم فهي سلبية ممكن نغير قاعة الشحن حلو كتير صحيح وسام وهذا المغزر الرئيسي من هاي الماوس أنه عاملين ما أخذ الشحن وين؟ من الناحية السفلية للماوس فأنا اخسرت أنه استخدم هاي الماوس أثناء الشحن بينما لو كانت بمكان تاني فأنا ممكن أثناء شحن الماوس ممكن أستخدمه فأنا هيك كمستخدم اخسرت فترة كتير منيحة من وجود هذا الماوس عندي وما أقدر استفيد منه وأستخدمه كمتج فهي هي النقد الواضح جدا من ناحية هذا الماوس بالنسبة لهذا الماوس خلي انتقل المنتج اللي بعده هاي عبارة عن آلة صرافة هاي فيها عدة أمور ممكن فيه أمور من ناحية الشكل يكون بدأ تطوير أكثر وفيه أمور ما بارف لي حدا إذا فيه حدا شغل على ماكينات الـ ATM من سابق كان فيها مشكلة بالنسبة للمستخدمين حاليا أغلب الماكينات بحلت فيها هاي المشكلة فبحكي لكم عنها بس حاليا خلينا لأخذ مشاركاتكم المكان بدي يخرج من النقود ما ممكن مثلا الشخص يمد إيدو هو جوال خزنة يسحب النقود دايقة هي شوية مكان سحب النقود طيب شو رأيت مصطفى بمكان الأزرار بهذا الشكل الحديد هيكي موجود حول الأزرار هل هو جيد؟ أو شو وظيفته ضمن تصميم هاي الماكينات؟ هاي وظيفته بحيث أنه الشخص يحمي كلمة السبب أنه مسألا راح يوراه وعبشاهته حتى بيكون بأنظمة الـ ATM بيكون في فوق كاميرا فمشان كمان تحميه من كلمة السبب صح كان عامكم صفى 100% من ناحية الشكل مثل ما نكون شايفين في كثير أننا نعاني من موضوع المكان وجود النقود بتلاقي بيكون مكان كثير ديئ فصعب سحب النقود منه من ناحية هاي الماكينات كمان في عندي حماية موجودة لكلمة السر حيث أنت إذا تكتب كلمة المرور إذا فيه شخص عام راقبك ما رح يقدر يشوف شو الأرقام اللي إنت كتبتها بكلمة المرور بهاي الماكينات في التجارب السابقة كانت موجودة بالماكينات سابقا أنه تعطيك النقود قبل ما تسحب البطاقة هاي كانت مشكلة قديمة فأدت لشو؟ أدت أنه كتير مستخدمين كانوا ينسوا البطاقة يأخذ المصاري ويمشي مباشرة فهي كانت أحد الأمور اللي كتير كانت مهمة بتجربة المستخدم الخاصة بهاي الماكينات حالياً بتلعوا أغلب الماكينات لا ما بتخليك تسحب النقود لحتى تسحب بطاقتك قبل ما تسحب النقود هذا الشيء إجا يعني هذا خلينا نقول إنه هو اسمه قرار تصميم شو هو القرار التصميمي؟ إنه ما تخلي المستخدم يسحب النقود قبل ما يسحب بطاقته طيب بناءاً على شو إجا هذا القرار التصميمي؟ بناءاً على التجارب سابقة وبحث وتحليل إنه في عنا كتير مستخدمين ينصوا بطاقاتهم تم البحث بهذا الأمر وتم تطوير الماكينات بناءاً على هاي البيانات فمن هون ابتجي فكرة القرار التصميمي نبدأ للمنتج اللي بعده وخليني أسألكم كم مرة حطيتوا هاي البطاريات بالعكس؟ يعني ممكن هاي الشغلة الوحيدة اللي بنعملها كلها أول شيء بالعكس نرجع بعده يضبط التلسيب تماماً سأيمان بالضوت لأنه هذا سبحان الله يعني هذا المنتج كتير من زمن كتير بعيد من عاني نحن بالنفس المشكلة ولحد هلأ ما منشوف إنه في حدا يشتغل على تطوير هاي القصة أو إنه تحسين تجربة المستخدم بالنسبة لهاي البطاريات إنه بحيث يلاقوا طريقة تسهل علينا إنه نحن نحطها بالمكان الصحيح فبالنسبة إليه أنا بعتبرها هاي bad experience يعني تجربة مستخدم سيئة لازم يتم التطويرها بصورة أفضل طيب مين بيحكي له شو شايفين هون أو شو الوضع هذا المنتج لي شايفينه نحن هلأ أستاذ بالنسبة للشاحن لأعلى لأسهار هذا المنتج كبير مقارنتاً بحجم المؤاخذ الكهرباء الموجودة في المنازج وبالتالي هذا المنتج جيد العجلة الوحيدة الموجودة هي أنه هو حجمه كبير وما بتناسب مع جميع المستخدمين بالنسبة لوصلات الـ USP أو وصلات الشحن فهذا الشيء كلها تم يعني النقطة الأولى أنه حجم الشاحن كتير كبير فأنا ممكن يكون المؤاخذ اللي عندي ما فيه ساعة لحتى ياخد هذا الحجم الكبير من رأس الشاحن فهي كانت يعني كمان نقطة كتير مهمة النقطة الثانية هي وصلة الشاحن بتلاقوا في لحد هلأ في أجهزة شحن موجودة طبعاً نحن الشيء اللي عم نعينه حالياً أنه أغلب الأسلاك الشاحن هي عبارة عن قطعتين في رأس الشاحن وفي وسط الـ USP لكن في منتجات نلاقي فيها أنه هنا عبارة عن قطعة واحدة عن وصلة واحدة فهذا الشيء لما تكون هي بهذا الطرف شو رح يؤدي؟ رح يؤدي أنه هذا السيليك رح يتاكل ورح يخرب بسرعة ما رح يأكل وقت كتير طيب شو ممكن نحن نعمل حتى نحسن من هذا المنتج؟ لتحسين المنتج هو موجود مثلاً إذا ننتبه كلاتنا إذا نفتحين لابتوبات فيش اللابتوب أو شاحن اللابتوب فيه هايكي مثلاً جزئية داعمة لنهاية طرف الشاحن وحتى إذا نسعنا واحد يشتري وصلات خارجية أو من تصنيع الشركة يكون فيه هاي الألساء الداعمة لنهاية الطرف تمام مصطفى بالضبط ممكن نحن نكون عنا وصلات داعمة مثل ما تفضل مصطفى حتى تحسن تجربة هذا المستخدم ممكن هذا الشاحن نفسه مثل ما يكون شايفين لو كان باتجاه تاني يعني بدل ما تكون هاي الوصلة بهذا الموقع هون بدل ما تكون بهذا الموقع هون الوصلة خليه بس إلغي الفيل وأعطيه لهم مختلف حتى تكون أوضح فممكن نعمل بمكان تاني وليكن أفضل وليكن بهذا المكان فلو كانت الوصلة بهذا الاتجاه ما رح تسبب هذا الانحراف بهاي الوصلة وتخرب بسرعة ففي عدة أمور ممكن نشغل عليها لتحسين هذا المنتج ننتقل للمنتج اللي بعده واللي هو هاي الكيبورد تبع الأرقام والأرقام تبع رقم الهاتف شو الفرق بيناتهم تذكروا كان فيه مصابقات كان أنه أوجد الاختلاف طالعناك صورتين كتير متشابهين بلاك أوجد الاختلاف بيناتهم بس هدول فيه اختلافات كتير واضحة فلازم تروحه معنا بالمساوق الأول شيء استاذ الشيء الواضح هو ترتيب الأرقام يعني مختلف في كل الصورتين تمام ويسام عندي هذه الإضافة اللي بتكون موجودة بالكيبورد نملك ترتيب الأرقام فيها صاير من تحت لفوق مثل ما كنت شايفين من تحت لفوق ترتيب الأرقام بينما هاي الشاشة للأرقام اللي ملاقية موجودة بأجهزة الموبايل لما نكتب رقم الهاتف أو نكتب أو حتى بالهواتف العادية كانت كمان بهذا الترتيب طيب هذا الاختلاف برأيكم هل هو تجربة مستخدم جيدة؟ أو بده صراحة نحل أو بده تطوير؟ وكيف نحن ممكن نحل هذا الاختلاف الموجود؟ هل الأسهل أنه نعدل على الكيبوردات؟ ولا الأسهل أنه نعدل على شاشات الهواتف؟ شو رأيك بسام؟ الآن العليسار هي فيها أحروف والعليمين أنا بتمكنني مثلا استخدام الكيبورد بدون أنظر إليه ليش؟ لأنني أنا عندي رقم خمسة فيه وهي كنته وسيط فأنا بعرف أنه في متوسط الكيبورد بدون ما أنظر إليه الأرقام الفور هي أعلى والأرقام التحت هي مثلا واحد اثنين ثلاثين يعني مصطفى أنت موجهة نظرك أن هاي النوملوك تبع على الكيبورد هي تجربة مستخدم أفضل من تبعية الهاتف طيب إذا نفترض خيروك تعدل واحدة منهم حتى يكونوا متوافقين مع بعضهم كترتيب أرقام برأيك أي وحدة أسهل للتعديل عند كل المستخدمين طبعا؟ مثل ما قالت العليسار العليمين هي كيبورد لابتوب أما العليمين العليسار وفون هي الهواتف النقالي كانت الأديمة فكل شيء اللي حق بالزمني معيني الأديمة وحتى الجديدة هي بنفس الترتيب هذا الأرقام إذا بنفتح هلاء نحن على الهاتف عنا بالموبايلات فهو بنفس الترتيب فالفكرة اللي بدي وصلها إنه إذا أنا اللي بدي أجي عدل هاي الكيبوردات كلاياتها قدش رح يصير في عندي تلف وتصميم وإنتاج كتير لحتى أقدر أنا أتخطى هاي المشكلة بينما إذا بدي أعدل على الهواتف فهي مشكلة برمجية ممكن أنا نزل تحديث لنظام الهواتف وأقدر عدل هاي الأرقام حتى تكون بنفس هذا الأسلوب فهي مجرد أفكار نحن نحاول هيك نفكر أنه كمصميم تجربة المستخدم شو هي تجربة المستخدم الملائمة للمنتجات اللي عنا كمان هوم سألتكم كم مرة كم مرة كبت ماكن علبة الحليب هاي سأحكي عنا عن هذا المنتج هو عبارة عن علبة حليب في بتصميم هاي العلبة في مكان واحد لغطاء واحد فلما نجي نحن نفضي هاي العلبة رح ينكب معنا الحليب بدون بشكل كتير متلاشي منتشر ورح يعبد الدنيا يعني ما رح ينزل بشكل سليم بسبب أنه ما في غطاء تاني للتهوية لحتى يخفف الضغط وينزل الحليب بشكل جيد ففينا نصنفه كباد إكسبيريينس كتجربة مستخدم سيئة هون في عندي عملتين هي الروبية الروبية الوحدة والروبية والتنين شو رأيكم بتصميم هاي العملات هذا اللي عندي العملات شو رأيكم فيه كتجربة مستخدم شدا متشابهات تماما أماني راح عيدك شابا الضبط كنت رحقول أنه هناك كتير متشابهات وحتى بالحجم هناك كتير قرب يعني نفس الحجم أصلا فأنه من بعيد ما رح يميزون المستخدم إلا وين هو يقرب عليها يعني فأنا رح يكون متشابهة في الإباناتهم صحيح أماني كتجربة مستخدم نحنا رح نواجه كتير تشابه ما بين العملية الوحدة والروبية الوحدة والروبيتين بسبب أنه تصميمه كتير متشابه طيب إذا بدنا نحسن نحن هذا التصميم بدنا نعمل فيه تغيير شو ممكن نعدل عليه شو بيخطر ببالكم حتى نعمل نفرق بيناتهم يعني برأي أبسط مثال أنه ممكن ننضيف إطار واحدة بيناتهم إطار مثلا غير الإطار شو ممكن نحن ننضيف ونعدل تغيير اللون مثلا حلو تغيير اللون الحجم حلو بلشت تطلع معنا الأفكار شو ممكن نشتغل كمان في شي يا جماعة بيسموه البتر اللي هو النقش ممكن نغير الملمس أو النقش تبع هاي العملية حتى نفرق بيناتهم ليش بغير النقش حتى عنده فكرة أو ليش في منتجات بيشتغلوا كتير على موضوع البتر موضوع النقش الملمس دبع هاي المنتجات وشو دور تجربة المستخدم فيها ممكن لزوي الاحتياجات مية بالمية بالضبط من أهم الأمور صراحة راح بحكي فيها بالتفصيل هو مراعاة دوي مراعاة جميع المستخدمين من بين جميع المستخدمين هن فئة دوي الهمم ممكن شخص يكون في عنده إعاقة بصرية فما بيقدر هو عن طريق يميز ما بين هاي العملة والعملة التانية فأنا بيعطيه نقش حتى يقدر يميز بيناتهم عن طريق اللمس أو عن طريق الملمس موضوع هاي الفئات كتير مهم صراحة بتصميم الواجهات وبتصميم التطبيقات حتى بالدول برا في معايير هاي المعايير الأساسية اللي بتنفي مراعاة دوي الهمم أو أصحاب الإعاقات إذا التطبيق أو المنصة اللي بديتم إطلاقها ما كان فيها مراعاة لهاي المعايير فما بيخلوه ينتشر وما بيسمحوله أنه ينزل على منصات التطبيقات فهي من الأمور الكتير مهمة رح نحكي فيها إن شاء الله لاحقا بشكل مفصل والهي مراعاة دوي الهمم مثل ما شفته حاليا عن طريق هذا المنتج طلع معنا كثير أفكار لحتى نطور منتج المستخدام بالنسبة لهذول العملتين منها أنه نضيف إطار نضيف خلينا نحكي عن مسميات الفيقما أو الأدوات تبعنا نضيف ستروك مثلا الإطار بيسموه ستروك أو ممكن نغير اللون حتى نعمل تباين أكتر ممكن نغير الحجم من خلال حجم العملة ممكن نقدر نحدد هاي العملة شو نوعه أو شو قيمته وأخيرا من خلال النقش حتى الراعي دوي الإعاقات شو رأيكم بهذا المنتج؟ شو رأيكم بهذه الأجهزة؟ فضلي أماني أنا عندي تعليقين على هذا المنتج الأول أنه كل نوع الجهاز عم يكون ترتيبته وطريقة استخدامة مختلفة عن الثاني إنه ما لنم واحدين من طريقة الاستخدام والشيء الثاني إن هي الماتيريال الجودة اللي فيه كتير كانت سيئة يعني كان دائما تتكسر وكتير تصده لك صحيح النقطة الأولى حكت فيها أماني إنه فيه اختلاف كتير ما بين هدول المنتجات كأزرار يعني بلاقي مثلا هذا الجهاز جهاز سوني موجودة الأزرار اللي بتتحكم بالصوت أو حتى نقلب ما بين القنوات موجودة تحت بينما بأجهزة تانية بلاقيها فوق بأجهزة تالتة ممكن نكون بالمنتصف الشغلة التانية حكت عنا أماني هي الماتيريال هذه الأجهزة ممكن تكون كتير سيئة حتى كتير بتخرب بسرعة فيه نقطة كمان كتير مهمة صراحة هي موضوع حجم الأزرار كتير نحن لما نحاول نستخدم هذا المنتج نحاول نقلب أو نكبس على الأزرار فمنك بس الزر الغلط بسبب بسبب ضغط هاي الأزرار ضمن الجهاز ما فيه إلى مساحة كافية أو مانا مرتبة بطريقة متناسقة صلنا يا جماعة لهذا المنتج كنا عم نحكي عنه عم نحكي عن تفاصيل الأزرار الموجودة وكيف بتكون صعبة على المستخدمين أنه يكون فيها اختلاف من المنتج لتاني مرة تكون الأزرار هدول الأربعة فوق مرة تحت حكينا كيف وجود الأزرار جنب بعضهم بيعمل كتير صعوبة بالنسبة للمستخدمين كنا نحكي كمان عن المنتج هذا اللي هو الشمسية أو المظلة كمان بتسبب كتير يعني لما تصير في عندي رياح غالبا لما تشتد دنيا فبصير في عندي رياح قوية فبسبب أنه تنقلب هاي الشمسية أو المظلة أو الأمبريلا بشكل معكوس كمان هاي بتعاني منها كتير كمستخدمين بالنسبة للطابعات كتير مستخدمين بيعانوا من قصة موضوع الحبر في فكرة هون أنه لما يفضل الحبر بالطابعة فتقريبا بينضرب رأس المحبر أو بتصير للكب أغلب المنتجات تبع الطابعات بمختلف أنواعها فكمان يعني هي أمور بديهية لكن ما إلى حل كتجربة مستخدم صراحة هاي المنتجات اللي عرضت لكم ياها كلياتا هي موجودة ببحث كانوا عاملين بحث بمقالة بذكر فيها أكتر الأمور اللي يعانوا منها المستخدمين طبعا هذا الشيء بمختلف الجنسيات أو الأشخاص حتى واجهوا مشاكل فكان تقريبا هاي أبرز المشاكل اللي واجهوا فالمنتج كمان اللي حبيت ضيفه إذا حدا بيحكيلي شو الفرق ما بين الواتساب والتليجرام لما نحنا نمسح الرسالة أو نحزف الرسالة لدى الجميع مين بيحكيلي شو الفرق ما بين الواتساب والتليجرام وأي واحدة منهم بتعتبروها تجربة مستخدم أفضل بالواتساب بيخبر المستقبل أنه هو وصل الرسالة بس من حسفات أما بالتليجرام أو الانستقرام المستقبل ما رح يصلوا يعني إشعارهم هو حسفة الرسالة أصلاً فيعني بالنسبة للمرسل طبعاً الأفضل أنه هو ما يصلوا خبر للمستخدم فكمان هاي شي سيء يعني من ناحية الواتساب للمستخدم صحيح أماني شو رأيك بشار رفع ايدك كمان مثل ما ذكرت أنسى أماني أنه هاي هي التجربة الوحيدة أما بالواتساب يعني هلأ هون في تجربة أنه مكان الصوت خاصة إذا كان المستخدم هو يعني يستخدم اليد اليمنى فهذا يكون مكان الصوت لازم بطرف تاني اللي هو على اليسار لحتي يقدر تسجل الصوت هاي كانت تجربة سيئة للمستخدم تصميم مكان الصوت آه تمام طيب أهلا هون صافياً لنقطتين نحكي فيها النقطة الأولى هو الفرق لما نحسف الرسالة لده الجميع بالواتساب أو نحسف لده جميعاً بالتليجرام بالواتساب هو بيخبر المستخدم أنه الشخص اللي بعت لك رسالة مسحة هذا الشي رح يسبب شو رح يسبب فضول عند الشخص الثاني أنه ممكن يراسل يقول له شو الرسالة لي مسحتها أو ليش بعت لي رسالة مسحتها وممكن يطلب منه أنه شو هي الرسالة اللي أنت حزفتها من عندي وبتوقع كثير من أعانى من هاي القصة بينما على التليجرام إذا المستخدم ما شاف الرسالة فهو بيعملها تلاشي وبتختفي الرسالة تماماً ما بيبين أبداً عند المستخدم الثاني أو عند الطرف الثاني اللي عم رسله أنه بالأساس فيه موجود رسالة تم مسحة فغالب رأي المستخدمين من هاي الناحية أنه تجربة التليجرام أفضل من الواتساب من هاي الناحية ومثل ما ذكرت أماني بهذا الخصوص بشار عم قول أنه موضوع وجود زر الصوت من الناحية اليمنى إذا كان شخص عم يستخدم إيدوليسترا أو العكس هذا صراحة كمان من النقاط المهمة اللي لازم يراحوا فيها تجارة بالمستخدمين ويصعوا لوجود حل أفضل بتوقع هي بتختلف سواء إذا كانت اللغة إنجليزية أو كانت اللغة عربية فباللغة الإنجليزية أظن بيطع زر الصوت هنا على اليمين إذا ألبنا لغة تجهز للغة العربية فبصير زر الصوت على يسار بزماكن طلطن فهي إحدى التجارب كمان التجارب المستخدم لصراحة تستحق النقاط وتستحق أنه يشتغلوا عليها من الناحية التطويرية هون مثل ما نكون شايفين كثير أشخاص يحاولوا أنه يسجلوا على يعملوا إنشاء حساب فبيطلب منهم مكان الدولة اللي هنا موجودين فيها فكثير منها تطلعنا مثلا هاي القائمة طويلة ونبلش ندور على اسم الدولة اللي نحن موجودين فيها فهاي كمان إحدى التجارب الكثير سلبية صراحة في بعض الحسابات أو المنصات بتتيح أنه أنت ممكن تبحث عن اسم الدولة أو بتكون موجودة ضمن بيعملوا قوائم فرعية مثل أنه مثلا دول أوروبية لحالة دول آسيوية لحالة والدول مثلا الأفريقية لحالة ففي عدة خيارات لتحسين هذا المنتج من خلال ممكن زر البحث أو من خلال أمور تانية هاي كمان إحدى التجارب السلبية اللي بتطلع لي فيها قائمة كثير طويلة أخيرا آخر تجربة كانوا عم عانوا مننا المستخدمين بشكل كتير كبير هو معايير كلمة المرور معايير كلمة السلب مثل ما نكون شافين هنا عم قلوا create a new password عم قلوا your password لازم تكون لازم تكون أكتر من 12 حرب لازم يكون فيها 3 أحرف على الأرقام لازم يكون فيها معايير كذا كذا في كتير معايير فهاي كمان إحدى الأمور صراحة اللي ممكن تخلي المستخدم ممكن إذا واجه هيك حالي بعد يحط كلمة السلب بهاي المعايير بكل بساطة بيسكر المنصة وبيبطل يسجل فيها أو بيبطل يعمل تسجيل دخول على هذا التطبيق أو هاي المنصة فهي أحدى التجارب اللي حكينا عنها التجارب المستخدمين حكينا عن دور تجربة المستخدم بهاي المنتجات نقدناها بشكل موضوعي وكيف نحن ممكن نحسن من تجربة هاي المنتجات لهون نكون خلاصة من صراحة البرزنتاشن الخاص بمفاهم يديو ايو اكس هلأ البرزنتاشن الجديدة راح تكي عنه هو عن عوامل نجاح ترجمة المستخدم اتعرفنا على المفاهيم هلأ بدأ نحكي نحن كيف نطلع بتجربة مستخدم ناجحة في نموذج كتير مشهور بيسموه نموذج قرص العسل أو نموذج بيتر مورفيل اللي هو نموذج القيمة اللي بيحكي فيه عن قيمة اي منتج سواء كان هذا منتج رقمي او منتج غير رقمي او اي منتج على العموم لحتى نحقق قيمة هذا المنتج في عدة معايير منها فيه لها عفوا ست عوامل او ست معايير او عوامل نفس الشيء بالنسبة لهذا النموذج لحتى يكون هذا المنتج ذو قيمة شو هي هاي المعايير خلينا نتعرف عليها سواء بداية بيقول بيتر مورفيل طبعا هو كاتب فيه له كتاب بخص تجربة المستخدم بيحكي فيه عن هذا النموذج بيقول انه اي منتج لازم يحقق الفائدة من شراءه او من امتلاك هذا المنتج فهذا شرط بديهي يعني اتخيلوا معي مثلا موبايل ما فينا نجري فيه اتصال شو حتكون الفائدة من هذا الموبايل ما حيحقق الفائدة منه فأي منتج او اي تطبيق او منصة او شو ما كان هذا المنتج لازم يحقق الفائدة الرئيسية من هذا المنتج مثلا كمان خلينا نتخيل شاشة شاشة تعرض ما فيها صوت فكمان ما حتكون مفيدة بالنسبة للمستخدمين فبقول بيتر انه اول عامل من عوامل نجاح تجربة المستخدم او تجربة المنتجات انه هذا المنتج لازم يحقق لازم يكون مفيد لازم يحقق الفائدة المرجوة من شراء او امتلاك هذا المنتج ممكن يكون فيه له فوائد اضافية متل موبايل مثلا ممكن يكون فيه له فوائد اضافية غير الاتصال متل تطويقات متل التصوير متل هذا لكن كلياتنا كمستخدمين استخدم الموبايل كرمال الهدف الرئيسي منه واللي هو التواصل أو الاتصال مع الآخرين المنتج الثاني هو منتج الشاشة مثل ما حكينا أيضا الشاشة ممكن أن أشوف فيها رسومات ممكن أن أشوف فيها فيديوهات لكن إذا ما كان فيها صوت فما رح تحقق الفائدة المرجوة من وجوده العامل الثاني من عوامل نجاح تجربة المستخدم هو اليوزبل واللي هو قابل للاستخدام أي منتج لازم يكون سهل الاستخدام وبدون تعقيدات يعني خلينا نطرح مثال مثل الراديو أو مثل المكيف السيارة تخيلوا شخص قاعد عمسوق سيارة بسرعة معينة تمام يا جماعة تخيلوا الشخص عمسوق سيارة بسرعة معينة وصار درجة حرارة بده يشغل المكيف فهذا الوجود المكيف إذا كان استعماله كان صعب أو بده إعدادات معينة فما حيكون قابل للإستخدام أثناء قيادة الشخص لهذه السيارة صحيح؟ فالمنتج اللي لازم يحقق قيمة حسب نموذج بيتر مورفين إذا هذا المنتج بدي يحقق قيمة أول شيء ما حكينا لازم يكون مفيد وثاني شيء لازم يكون قابل للإستخدام بشكل سهل وبدون تعقيدات هون هذا المسال رح أتركه لكم ما بعف إذا حدا منكم جربي شغل غسالة التوماتيك من قبل بس حكولي عن تجاربكم إذا حدا جربي شغلها وشو رأيكم فيها هل هي سهلة الإستخدام أو معقدة حسب أنواع المختلفة؟ حسب الأنواع الأنواع الحديثة لو تجي في كذا برنامج مثلا فيها حتى بالبرامج وتجي مكواي وفي تنشيف عادي وسرعة الدوران بتختلف هيك يعني وحتى الشطف وما شطف وهيك طيب مصطفى أنا رح أسألك سؤال برأيك بالنسبة للغسالات مين المستخدم الرئيسي لهذا المنتج؟ الآن عادة النساء بس نحن كشباب نستخدمك فيهم بس أجل الله يطيك والله عافية طيب إذا لا نحكي عن مستخدم الرئيسي مثل ما ذكرت النساء بس مين النساء بالأخص هنا ربات المنزل يعني أو ربات البيوت لهم أمهاتنا وشو اسمهم لهم يعني مثلا بدي ربانا عن موضوع الغسيل فهي الفئة أغلبهم يعني ممكن ما يعفق رأى باللغة الإنجليزية ممكن يواجه صعوبة باستخدام هذا المنتج أو يلاقي صعوبة بتحديد البرنامج المناسب للغسيل حسب نوع اللقماش أو حسب نوع الدورة اللي يبدوا إياها أو حسب درجة الحرارة فكتير في كتير إعدادات ممكن يكون صعبة بالنسبة إلهم فكتجربة مستخدمة ممكن نحن إلا كفئة شباب ممكن يكون سهلة إلا لكن بالنسبة إلهم لأن المستخدم الرئيسي لهذا المنتج ممكن يكون صعبة فهيك يعني كنقد لهذا المنتج المفروض أنه يتم تطويره حتى يكون بصورة أسهل من الصورة الموجودة فيها حاليا طيب العامل الثالث من عوامل بيتر مورفل عوامل أنه المنتج يكون ذو قيمة هو يكون قابل للإيجاد لازم المنتج اللي أنا بدي أوصل له يكون قابل للإيجاد كيف يعني؟ يعني مثل هاي الشاشة التي شايفينها قدامكم هي يظهر أنه هي شاشة فيها قسم للميوزك قسم للفوتوغرافي قسم الشوبينج قسم جيفت سبورس بوك في أصناف مختلفة طيب اتخيلوا معي أظن هي شاشة هاي للموسيقى يمكن الموسيقى أو ما أنا متأكد والله بالضبط بس المهم اتخيلوا معي المنتجات الموجودة ضمن هذا الموقع ما إلى تصنيفها يعني مخربطة موجودة كلياتها دفعها واحدة فهل رح تكون قابلة للإيجاد ممكن لكن بصعوبة فلازم نحن لما نصمم منتج معين لازم الراعي أن هذا المنتج يكون قابل للإيجاد من خلال شو؟ من خلال وجود كاتيجوريس تصنيفات رئيسية ممكن نعمل سب كاتيجوريس يعني تصنيفات فرعية ممكن نعمل أزرار بحث ممكن نعمل أزرار للفلترة في كتير أصص وكتير أمور أو قرارات تصميمية خلينا نقول بتساعدني أن هذا المنتج تبعي يكون قابل للإيجاد تخيلوا مثلا شخص يفوت على أمازون لا يشتري نوع معين وما يكون فيه لا يشتري قطعة خلينا نقول هاي القطعة مثلا تكون موس وما يكون فيه عنده زر بحث ما يكون فيه عنده تصنيفات للأجهزة الإلكترونية أو للملحقات الكمبيوترات أو اللاكتوبات أديش رح يلاقي صعوبة هو حتى يلاقي هذا المنتج فبكل بساطة يعني أنا بيقول أن هذا المنتج ما هيكون قابل للإيجاد ما رح يجي مستخدم يدور بهذا الكم من المنتجات حتى يلاقي المنتج تبع بدون هاي الإضافة فكتير مهم أنه المنتج يكون قابل للإيجاد لحد هلأ ذكرنا ثلاث أمور ثلاث عوامل من عوامل نجاح تجربة المستخدم الأول أنه يكون مفيد يحقق الفائدة الأساسية والمرجوة من استخدام هذا المنتج الثاني أنه يكون قابل للاستخدام يعني يكون سهل الاستخدام بدون تعقيد مثل ما ذكرنا مثال المكيف أو مثال الغسالة العامل الثالث هو أنه يكون قابل للإيجاد من خلال مثل ما حكينا أزرار بحث فلترة متقدمة تصنيفات وأمور تاني طيب رابعا رابع شيء بيقول أنه المنتج تبعي لازم يكون موصوق لازم يحصل على سقة العملاء إذا ما حصل على سقة الزباين أو العملاء فهذا المنتج ما هيستبر ما هيكون ذو قيمة شو تشوفوا أكيد أغلبكم شاف هاي الصورة من أبل حدا بيعرف شو هي هاي الصورة أو قيمة منشوف هاي المشاهد طيب أنا بألكم هذا المشاهد منشوفه عادة لما يطرحوا منتج جديد بالسوق مثل أجهزة الآيفون الجديدة فبتلاقي في فئة من الناس إحنا بيسموهم بالتسويق بالماركتينج بيسموهم المستخدمين للأوائل دي إحنا أول الأشخاص اللي بيستخدموا هذا المنتج فمن وين إجت هاي الصقة أو من وين إجت هذا المشهد اللي شايفينه نحن لمنتجات أبل من خلال صقة الأشخاص أو صقة العملاء بهذا المنتج فلو ما عندهم صقة هنا بمنتجات أبل ما كنا رح نشوف هذا المشهد الموجود فلازم المنتجات تابعنا تحصل على صقة العملاء حتى تكون منتجات ذو قيمة رابع هذا عامل من عوامل نجاح تجربة المستخدم هو إمكانية الوصول إمكانية الوصول هي الأمر اللي حكينا عنه من شوي بالنسبة للعملات إنه يكون فيه إلى نقش حتى يكون قابلة لتمييزها من قبل ذوي الهمم أو أصحاب الأعاقات نصد فيها هي الإمكانية الوصول إنه ملاءمة المنتج لجميع المستخدمين لازم الراعي منتج تابعنا لما نصمم أنه بطريقة معينة لازم يساع جميع الأشخاص تمام؟ لما نحن نطرح مثال عن ذوي الهمم ما منقول نحن أنه هذا المنتج فقط مخصص لذوي الهمم لا لازم يراعي جميع المستخدمين جميع أصناف وفئات المستخدمين حتى يكون ذوي قيمة صراحة هذا الأمر لحتى المنتج تابعنا يراعي كل المستخدمين هذا الشيء رح يؤدي لتكاليف كثير كبيرة بالنسبة لأصحاب التطبيقات أو العملاء اللي رح يشتغلوا المنتجات تابعنا فهي التكلفة الكبيرة فيه مثل ما حكينا فيه معايير بدول برة بحطوا هاي المعايير حتى يلزنوا أصحاب المنتجات هاي أنه تكون منتجاتهم ضمن هاي المعايير حتى تكون ملائمة لجميع المستخدمين شو هي الفئات اللي نحن ممكن الراعية أو ممكن أن نتطرق لمراعاتها ضمن تجاربنا يمكن الإعقات الذهنية ممكن الإعقات الفيجوال اللي هي هاي المرئية يمكن هكي شيء الإعقات السمعية الإعقات الحركية والإعقات السمعية الكلام أو إعقات الكلام أو هكي شيء ما رح نقدر الراعي نحن كل هاي الفئات دفع واحدة لكن على الأقل ممكن رأي عدة فئات ممكن فئات تكون خفيفة خلينا نحكي أمثلة عنها أو شو هي أمثلة أنواع المشاكل نحن ممكن نستهدف بإمكانية الوصول كان دي مشاكل بصرية مثل عمل الألوان فهذه المشاكل الجسدية مثل مستخدمي الكراسي المتحركة مثل صعوبات السمع ممكن مشاكل النوبات مثل الصرع الحساس للضوء هاي كثير مهمة وكثير بنحكي عنا أنه نصمم التطبيق بطريقة تكون ألوانها هادية ما تكون متباينة كثير وأخيرا مشكلات التعلم والإدراك مثل عصر القراءة مثل هاي الأمور تانية فهي الإعاقات بنقدر نحن نشتغل عليها من خلال عدة أمور مثل بتلاقوا في تطبيقات بيكون فيها تخصيص هذا التخصيص بيكون أنه أنا بخلي المستخدم يختار الثيم أو يختار نمط الألوان المناسب إله عن طريق الأعدادات حتى ما يتسبب بأذى إذا كان مصاب بأحد أنواع هاي الإعاقات طيب المعيار اللي بعده هو معيار أنه هذا المنتج لازم يكون مرغوب فيه كيف أنا بقدر أحدد أو بقدر أنه أختار أنه هذا المنتج لازم يكون مرغوب فيه أو شو معنى أنه يكون مرغوب فيه معنى أنه لازم حقق قيمة أكبر إذا كانت الرغبة فيه أكثر أي منتج إذا كان مرغوب أكثر فهو رح يحقق قيمة أكبر قطعاً طيب كيف بحقق قيمة أكبر؟ ممكن من خلال طريق التغليف من خلال شكل المنتج مثل ما شفنا بعلبة الكاتشاب مثل ما شفنا بالنتجات الثانية لهذا خلينا نطرح شوية أمثلة مثل ما يكون شايفين أنتوا كمستخدمين نفطر بتكون تشتروا علبة تلبا هل تشتروا هاي العلبة اللي على يسار أو تشتروا هذا النوع الثاني اللي على اليمين بالنسبة لي بحصري اللي على اليسار بص صراحة ما بعرف طبب العلاج لماذا نحن بتجذبنا هاي الأشكال رغم أنه ممكن نكون محتوى نفس الشيح أصدق لي على يسار ولا لي على اليمين أمان اليسار اليسار ليش على اليسار ما بعرف طيب هي الفكرة صراحة مثل ما كنا شايفين في بي فور وفي أفتر بس أماني حرقت لنا العبرة الفكرة أنه التصميم أو دور التغليف بيكون إلى دور كتير كبير بالمنتج فأنا من وجهة نظري ما بعرف طبعا هاي بتختلف من مستخدم لآخر ممكن شوف التصميم لي على اليمين يكون أفخم أنه فيه مصمم بطريقة بسيطة هيك وواضحة وكذا لكن مصمم المنتج لي على اليسار فيه ألوان فيه أشكال ما بشوف أنا المنتج الرئيسي الموجود عندي فيه شوية نص من هون شوية دمج شوية ألوان شوية إضاءة فالباكيجينك أو خلينا نقول التغليف إلى دور كتير كبير بيخلي المنتج يكون مرغوب فيه أو ما يكون مرغوب فيه هي بالنهاية أزواق للمستخدمين يعني ممكن فعلا يكون أغلب المستخدمين مثل الأماني بيرغبوا للمنتج الموجود على اليسار ما بيرغبوا للمنتج الموجود على اليمين فهاي الأمور بتحدد يعني الفكرة من موضوع أنه المنتج يكون مرغوب فيه أنه دور التغليف أو الباكيجينك ديزاين دوره بتحديد الرغبة بالمنتج مثل ما حكينا هو نفس المحتوى بهاي المنتجات لكن ممكن أشخاص حسب طريقة التغليف يرغبوا للمنتج دون الآخر نفس الأمر هون خلينا ناخد رأي حدا منكم إذا لا تختاروا واحد من هذا الأكياس اللي فيها كوب كيك مثل ما رأي موجود أي واحد تختاروا اللي على يمين ولا اللي على اليسار تفضل يا أماني لا هالمرة رح أختاري اللي على يمين لأنه يعني اللي على اليسار بتحسن ما هيش تقليد وأزين أما العليمين بتحسن ما هو شيء أحداث وممكن جودته أعلى ممتاز جداً تماماً الفكرة أنه دور التغليف بتحديد الرغبة بالمنتج إذا بتشوفوا هذا المنتج اللي على اليسار مثلاً الكوب كيك ما أنا واضحة المنتج الرئيسي موجود ضمن هذا الكيس ما أنا واضح في عندي ألوان أو تباينة ما أنا كتير هادية كمان ممكن تكون مزعجة يعني بينما اللي على اليمين رح لقي المنتج الرئيسي واضح موجود بشكل واضح هاي الكوب كيك فيها كتابات هيك بسيطة طيب تشعر بالفخامة أكتر وبالوضوح أكتر حتى تكون رغبة الأشخاص اللي بدون يشروع هذا المنتج فيها أكتر طيب آخر مثال رح ناخده ونحكي عنه بالنسبة للرغبة بين المنتجات في عندي هنا مصحف على هو مو بس مصحف مصحف وفي أوقات صلاة صلاة وفي عدة أمور تانية أو منبه أو هيك شي للأسكار فهو نفس التطبيق فهي الواجهة الرئيسية الواجهة الرئيسية السابقة كانت هاي اللي على يصار واجهة الرئيسية الجديدة هي اللي على اليمين فكمان ما بحف إذا واضحة عليكم التفاصيل موجودة تحت بس إذا واضحة يعني تحتها هيك يعطينا رأيه فيها أظن واضحة عند الأغلبية الفكرة هون أنه مثل ما يكن شايفين الأيقونات هون كانت معمولة بشكل كتير تقليدي شوفوا مثلاً أيقونة الكعبة كانت 3D المصحف هيك كمان 3D أيقونات شوي نوعاً ما معقدة بينما الطرف الثاني صارت الأيقونات أبسط وأسهل وأوضح الأوقات الفجر كان موجودة ضمن بار ضمن الشريط هون تحت موجود فجر وظهور عصر مغرب عشاء بينما هون صارت ضمن كاردات هاي الكاردات عطت وضوح أكثر لهاي العناصر كمان نفس الأمر بالنسبة لهذا النص الموجود عندي هون صار هذا النص كمان موجود ضمن كارد بلون نيجاتف معاكس حتى يعطين تباين أكثر فهي التحسينات كل ياتا مثل ما نكن شايفين خلت هذا المنتج الموجود على اليمين مرغوب أكثر من المنتج الموجود على اليسار أخيراً حصيلة هاي العوامل كل ياتا خليني أحكي عنه سريعاً راجع اللي هي أنه يكون حسب نموذج بيتر مورفيل وركزه كثير على هذا الكلام لأنه هلا فيه أسئلة عليه بالكيهوت بتعتمد على الست عوامل هاي العوامل أولاً أنه لازم يكون مفيد لازم حقق الفائدة الرئيسية منه ثانياً لازم يكون قابل للاستخدام لازم أقدر أستخدمه بسهولة وبدون تعقيد ثالثاً لازم يكون قابل للإيجاد لازم أنا أقدر أقدر لائي المنتج بدون ما أتعذب أنه أدور عليه يعني بدون أقدر من خلال مثل ما شفتوا أزرار بحث أو كاتيجوري أو أمور تانية كمان بنفس الوقت لازم يحقق ثقة المستخدمين هذا المنتج لازم يحقق ثقة المستخدمين من خلال الجودة من خلال عدة أمور مثل ما شفتوا به شركة أبل كيف الآيفون عم يتزاحموا حتى يحصلوا على أول المنتجات منه خامساً لازم يكون فيها الإمكانية الوصول وهون الإمكانية الوصول نقصد فيها إمكانية الوصول لكل الفئات المستخدمين ما فقط نحن يعني أكيد نحن نركز على ذوي الهمم لكن بيكون تركيزنا كمان عن المستخدمين الآخرين أخيراً لازم هذا المنتج يكون مرغوب فيه كيف يحقق الرغبة من خلال تصميم جميل من خلال ألوان متناسقة من خلال الوساطة بالأيقونات من خلال عدة أمور ممكن أن يشغل عليه هذا خلاصة هذا النموذج خلاصة هذه العوامل الستة اللي حكينا عنهم رح يعطينا منتج دو قيمة آخر سلايد إنه بيحقق لي الفاليو أو القيمة من هذا المنتج من خلال تحقيق هذه العوامل كلا يعتم لهون خلصنا سلايدات تبعنا إذا حدا عنده أي سؤال قبل ما نبلش الكاهوت أو إذا حدا بده يسأل عن الكاهوت نفسه كمان يتفضل ما بعرف إذا عنكم معرفة مسبقة فيه أو لا بس خليني وقفش لا ما بده في بينه رح أبعط لكم لينك هلأ رابط بس بتضغطوا عليه لما بتكبسوا على هذا الرابط بس بتكتبوا اسمكم تمام؟ بعد ما تكتبوا الاسم مباشرة رح يدخلكم على المساحة تبع هذا تبعية الأسئلة على مساحة الأسئلة استاذة عفوا إذا بتفرجينا هون الباركود نحن نمسحها على الهواتف اللي رح تكون إجابات على الهواتف ما فهمت عليك والله عفوا ما شديد الكاهوت هو الكاهوت هو بتيح كمان باركود إذا بتعطينا يا تعرضوا هون على الشاشة نحن نمسحها على الأجهزة أسرع خلينا صحيح خلينا نجرب كل الخيارات عكل حال خليني شير الشاشة معكم مرة تانية وهي الجلسة الأولى من الكاهوت تمام؟ هذا الباركود فيكن تمسحه وخليني انسخ لكم الرابط كمان خلينا انسخ الرابط ونرجع على على السكرين إذا حدا ببدا يمسح الباركود السؤال الأول بيقول من هو مصمم UIUX هل هو شخص يضمن أن تكون منتجات رقمية سهلة الاستخدام الجزاة البصرية أو شخص يقوم بتصميم رسم توضيحية فقط أو شخص يقوم بتطوير البرمجيات فقط أو شخص يعمل فقط في التصويق الرقمي طبعا سؤال اختيار من المتعدد اللي ما بيعرف الكاهوت هو بيأخذ الإجابة الصحيحة والأسرع وطبعا في وقت لك الإجابة يعني حاليا عندنا بس أربع أشخاص لجاوبات صحيحة طبعا السؤال فيه إلى وقت ثواني وبينتهي مدتهم فحاولوا وجاوبوا بشكل سريع وبشكل صحيح وطبعا عندنا لوحد النتائج بالنهاية السؤال الثاني بيقول إحدى المهارات المطلوبة لمصمم UIUX إذا بتذكروا كان عندنا عشر مهارات عندنا القدرة على تحليل البيانات واستخدام في اتخاذ قرارات تصميمية عندنا القدرة على كتاب الأكوال البرمجية قدرة على تصميم الشعارات فقط أو القدرة على التحدث بعدة لغات كان عندنا تسع إجابات صحيحة طبعا إحدى المهارات المطلوبة من صمم UIUX هو تحليل البيانات لشون إحنا بنحلل هاي البيانات حتى نستخدمها في اتخاذ قرارات تصميمية واللي هي كان ضمن مهارة التفكير التحليل ننتقل للوحة النتائج عنا بالمرتبة الأولى ومصطفى مرتبة الثانية بشار مرتبة الثالثة صلاح ونخلينا ننتقل للسؤال الثالث واللي بيقول أي من الأدوات التالية يستخدم في التصميم لغرافيكي لنصمم UIUX هل هو أدو بإلستريتور أو ميكروسوفت وورد أو نت بنوتباد أو إكسن طبعا في مجموعة برامج تستخدم لتصميم لغرافيكي مجموعة كتير مشهورة واللي هي برامج أدو وأحدى هاي البرامج هو أدو إلستريتور كان عنا سبع إجابات صحيحة طبعا برنامج ميكروسوفت وورد معروف لمعجد النصوص والإكسن المعجد أو النطبات والإلستريتور منتقل للوحة النتائج ومنتقل للسؤال الرابع واللي بقول مصمم UIUX يحتاج إلى مهارات في البحث لفهم احتياجات المستخدمين هل هذا الكلام صح أو خطأ؟ كل الإجابات كانت صحيحة طبعا مصمم UIUX بحاجة مهارة واللي هي المهارة الثانية حكينا عنها مهارة البحث حتى يفهم احتياجات المستخدمين بشكل صحيح ننتقل للوحة النتائج النتائج عحالة وخلينا ننتقل للسؤال الخامس السؤال الخامس صح أو خطأ بيقول إجراء اختبارات الاستخدام هي الجزء المهم من عمل مصمم UIUX كل الإجابات كانت صحيحة طبعا مثل ما حكينا عن usability testing واللي هي إحدى المهارات اللي لازم تكون موجودة ضمن مصمم UIUX واللي هي إجراء اختبارات الاستخدام كل الإجابات كانت صحيحة طبعا هي الجزء مهم من عمل مصمم UIUX طبعا هون النتائج عم تتغير ارتباعا للسرعة اللي بيقدر يجاوب بشكل أسرع راح يقدر يتخطى ويحصل على مرتبة أعلى السؤال السادة الصحة أخرى بيقول تفكير التحليلي لا يعتبر ضروريا لمصمم UIUX هل هذا الكلام الصحيح أو خاطر طبعا كل الإجابات كانت صحيحة وهو طبعا تفكير تحليلي ضروري جدا لمصمم UIUX ننتقل للسؤال اللي بعده السؤال السابع اختيار من المتعدد ما هو الهدف الرئيسي من تجربة المستخدم UIUX هل هدف الرئيسي تطوير واجهة المستخدم التفاعلية أو تحسين جماليات المنتج أو تقديم خدمات تقنية متقدمة أو زيادة ولاء المستخدمين وتحسين سهولة الاستخدام انتبهوا يا جماعة لأننا نحن 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 عن الهدف الرئيسي كان لدينا 6 إجابات صحيحة طبعا الهدف الرئيسي من تجربة المستخدم UIUX انتبهوا أننا نحن هنا نحن 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 تجربة المستخدم وليس تصميم تجربة المستخدم فالهدف الرئيسي منه هو زيادة ولاء المستخدمين وتحسين سهولة الأستخدام من تقنى السؤال الثامن كمان اختيار متعدد اللي بقول ما هو النطاق الذي يغطيه تصميم تجربة المستخدم نطاق يعني المجال هل هو واجهة المستخدم فقط تفاعلات المستخدم مع المحتوى فقط جميع التفاعلات بين المستخدم والمحتوى والمنتج أو العلامة التجارية فقط كان عندنا عشر إجابات صحيحة طبعا النطاق اللي بغطي تصميم تجربة المستخدم هو جميع التفاعلات ما بين المستخدم والنظام اللي عم نبني عليه ننتقل للسؤال التاسع كمان اختيار المتعدد واللي بقول أي من العوامل التالي يعتبر مؤثرة على تجربة المستخدم سرعة التحميل فقط جماليات التصميم فقط أو جودة صور فقط أو سهولة الاستخدام أغلب الإجابات كانت صحيحة طبعا سهولة الاستخدام اللي هو بيعتبر مؤثر أو أكثر شيء مؤثر على تجربة المستخدم ننتقل للسؤال رقم 10 صح أو خطأ ولي بقول بدأ مفهوم تصميم تجربة المستخدم UX في أوائل الألفينات كتخصص مستقل السؤال قريب للتاريخ لكن ما فيه أرقام تواريخ طبعا الإجابة صحيحة وفي بداية الألفينات بلاش يطلع كتخصص مستقل كهذا الحكي بعد طرح الحاسوب الشخصي أبل ننتقل للروحة النتائج صار عنا بشار بالمرتبة الأولى وأمان المرتبة الثانية وبعدين صلاح والمصطفى وأحمد تمام ننتقل للسؤال رقم 11 صح أو خطأ ولي بقول يعتبر نظام Material Design الذي قدمته جوجل في 2010 مرجعا مهمة لتصميم واجهات المستخدم إذا بتذكروا حكينا عن Material Design قلنا أنه عم يتحدث هو عبارة عن نظام إرشادات لمصممين تجربة المستخدم طبعا الإجابة صحيحة وننتقل للسؤال لبعده سؤال رقم 12 اختيار متعدد ولي بقول أحد العوامل الأساسي لنجاح تجربة المستخدم وفقا لنموذج بيتر مورفيل يعني واحد من العوامل هل هو ارتفاع التكلفة أو سهولة الاستخدام أو تعقيد تصميم أو تعدد الألوان طبعا سهولة الاستخدام واللي هي كانت ضمن قابلية الاستخدام المنتجات حتى تكون ما يكون فيها أبدا تعقيد ننتقل للسؤال رقم 13 هو اللي بقول ما الذي يقصد بكون المنتج مفيدا في سياح تجربة المستخدم إذا تذكروا أول عوامل معوامل بيتر مورفيل هو أنه يمتلك تصميم جذابا أو يحقق الفائدة المطلوبة من استخدامه أو أنه مكلف صعب الاستخدام أو يتضمن ميزات كثيرة طبعا القصد بأنه يكون المنتج مفيد أنه يحقق الفائدة المطلوبة منه مثل ما ذكرنا عدة أمثلة مثل الموبايل الفائدة الأساسية من الموبايل للاتصال أو منتجات تانية نمتقل للوحة النتائج والسؤال قبل الأخير سؤال 14 بقول إمكانية الوصول تعني أن المنتج يجب أن يكون متاحا فقط لفئة معينة من المستخدمين هل هو صح أو خطأ طبعا الكلام هذا خطأ لماذا؟ فإمكانية الوصول تعني أن المنتج لازم يكون متاح لجميع الفئات وليس فقط لفئة معينة من المستخدمين ننتقل للسؤال الأخير واللي هو صح أو خطأ بيقول له نعتبر أن المنتج مرغوب فيه إذا كانت الرغبة في امتلاكه أكبر هذا سؤال مساعدة يا جماعة ما فيه أي كمين يعني سؤال واضح إذا حدا متردد بالإجابة فالسؤال كتير واضح طبعا منتج المنتج أنه مرغوب فيه إذا كانت الرغبة في امتلاكه أكبر من خلال إذا كانت تصميم متجزاب أو فيه عمر ننتقل النتائج الأخيرة عنا بالمرتبة الثالثة أماني بالميدالة برونسية والميدالية الفضية عنا الصلاح بالمرتبة الأولى كان عنا بشار بالمرتبة الأولى مبارك الفازية عنا مركز اللي بعدهم مصطفى وأحمد بالمرتبة الرابعة والخامسة لهون بكون انتهت فقرة الكيهوت ومع انتهاء فقرة الكيهوت بكون انتهت جلستنا بتمنى أن نكون حققنا أهداف الجلسة بحيث أنه تفهموا تخصص اليو ايو اكس بشكل واضح وتفهموا مفاهيم تجربة المستخدم والعوامل وعوامل نجاح تجربة المستخدم بشكل جيد لهون إن شاء الله بكون انتهت جلستنا وإذا حدا عنده أي سؤال أو أي استفسار فيه ويسأل قبل انتهاء الجلسة الله يعطيكم أنا فعافية شكرا كثير كثير لك استاذ عمر كانت صراحة جلسة رائعة الله يعافيك يا رب أهلينا سيما كثير مشكور شكرا للشباب والصبايا على التفاعل بتمنى أنا بالمرت القادمي أنه كنت أفعلكم أكبر يعني كان هاي الجلسة كنتوا خجلانين فهو بارك بس مشان يعني نبد التحدي الانلاين يعني بس هي أي حدا بيلزمه أي شيء تواصل معنا مع السلامة الله يعطيك العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة